الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط السادس عشر من كتاب السيرة النبوية لا زل الكلام في فتح خيبر توجه المسلمون الى حسن الصعب ابن معاذ بعد فتح حسن ناعم وابلى حامل رايتهم الحباب ابن منذر بلاء حسن حتى افتتحوه بعد ثلاثة ايام ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام ثم توجهوا بعده الى حسن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حسن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون يهود فخسروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه فاضطروهم الى النزول للقتال فهزموهم بعد ثلاثة ايام وبذلك تمت السيطرة على اخر حصون منطقة النطاع التي كان فيها اشد يهود ثم توجهوا الى حصون منطقة الشق وبدأوا بحصن ابي فاقتحموه وافلت بعض مقاتلته الى حصن النزار وتوجه اليهم المسلمون فحصروهم ثم افتتحوا الحصن وفر بقية اهلي الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموس المنيع وحصن الوطيح وحصن السلال فحصرهم المسلمون لمدة اربعة عشر يوما حتى طلبوا الصلح وذكذا فتحت خيبر وعنوه استنادا الى مغارف مجرية الاحداث التي سقناها وما روى البخاري ومسلم وابو داود من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزى خيبر وافتتحها عنوه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب اهل فدك شماله خيبر فبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك فقبل ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لانه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وقتل من اليهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعون رجلا وسبية النساء والذراري منهم صفية بنت حيي بن اخطب التي اشترها الرسول صلى الله عليه وسلم من دحية حيث وقعت في سهمه فاعتقها وتزوجها وقد دخل عليها في طريق العودة الى المدينة وتطوع لحراسته في تلك الليلة ابو ايوب الانصاري واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فيما ذكر ابن اسحاق وخمسة عشر فيما ذكر الواقدي ومن من استشهد من المسلمين راعي غنم اسود كان اجيرا لرجل من يهود وخلاصة قصته انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصوم خيبر ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خيبر فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعرض عليه الاسلام فعرضه عليه فاسلم ثم استفته في امر الغنم فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يضرب وجوهها فسترجع الى اصحابها فاخذ الرائي حفنة من الحصن فرمى بها في وجوهها فرجعت الى اصحابها وتقدم ليقاتل فاصابه حجر فقتله وما صلى لله صلاة قط فجئ به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجى بشمه فالتفت اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اعرض عنه وعندما سئل عن اعراضه قال ان معه الان زوجته من الحور حاشية ارواه ابن اسحاق بلاغا في ابن هشان في الجزء الثالث والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني من غير طريق ابن اسحاق وصححه ولم يقره الذهبي لان في اسناده شرح بيل ابن سعد وهو متهم والبيهقي في الدلائل في الجزء الرابع من طريق موسى بن عقبه مرسلا ومن حديث عروة مرسلا وهذا يدل على ان للقصة اصلا انتهت الحاشية واستشهد اعراضي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجهدين وخلاصة قصته انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وطلب ان يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كانت غزوة خيبر وقيل حمين غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج له سهمة وكان غائبا حين القسمة ويرعى ظهره فلما جاء دفعوا اليه سهمة فاخذه وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على ان ارمها هنا واشار الى حلقه بسهم فادخل الجنة قال ان تصدق الله يصدق ولم يلبث قليلا حتى جئ به وقد اصابه سهم حيث اشار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه فكفنه الرسول صلى الله عليه وسلم في دبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم فقد اهدته امرأة منهم شاة مشوية مسمومة واكثرت السم في ذراع الشاه عندما عرفت انه يحبه فلما اكل من الذراع اخبرته الذراع انه مسموم فلفظ اللقمة واستجواب المرأة فاعترفت بجريمتها فلم يعاقبها في حينها ولكنه قتلها عندما مات بشه ابن البراء ابن معرور من اثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما اكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتم الصبح في النهاية بين الطرفين وفق الامور الاتية بالنسبة للاراضي والنخيل اي الاموال الثابتة دفعها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها اي انفقوا من اموالهم على خدمة الارض اما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على ان بقاءهم بخيبر مرضون بمشيئة المسلمين فمتى شاءوا اخرجوهم منها وقد اخرجهم عمر بن الخطاب الى تيماء واريحاء استنادا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين ففي المرات الاولى اتهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن سهل فانكروا فلم يعاقبهم فوداه الرسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وفي هذه المرة الثانية التي اكدت الاولى كما اشار عمر انهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وفدعوا يديه واتفقوا على ايفاد مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل خيبر ليخرص ويقبض حصة المسلمين اما بالنسبة للاموال منقولة فقد صالحوه على ان له الذهب والفضة والسلاح والدروع ولهم ما حملت ركائبهم على ان لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فان فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا لحيي بن اخطب مسكا وقد كان قتل قبل غزوة خيبر وكان قد احتمله معه يوم بن النظير حين اجليت وعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سعية عما حيي عن المسك قال اذهبته الحروب والنفقات فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال اكثر من ذلك فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الزبير فمسه بعذاب فاعترف بانه رأى حييا يطوف في خالبة هاهنا فوجدوا المسك فيها فقتل لذلك ابن ابي الحقيق واسبه نساؤهم وذرع بيهم وقتل محمد ابن مسلمة ابن عم كنان هذا الذي دل على المال قتله باخيه محمود ابن مسلمة وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون ان يقسن بين المسلمين او يخرج منه الخمس ما دام قليلا وكانت غناء مخيبر خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين كما في قوله تعالى سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانما تأخذوها ذرولا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كام لا يفقهون الا قليلا ولم يغب عن فتح خيبر من اصحاب بيعة ردوان احد سوى جابر ابن عبد الله ومع ذلك اعطي سهما مثل من حضر الغزوة غزوة الحديبية وعطي اهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا منها الى المدينة وعصلوا خيبر بعد الفتح اعطاه من الغنائم وكانوا 53 رجلا وامرأة بقيادة جعفر ابن ابي طالب وتقول الرواية انه لم يقسم لاحد لم يشهد الفتح سواهم وهم الذين فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بقدومهم وقبل جعفر بين عينيه والتزمه وقال ما ادري بايهما انا اسر بفتح خيبر ام بقدوم جعفر قال صلى الله عليه وسلم ما ادري بايهما انا اسر بفتح خيبر او بقدوم جعفر وربما يرجع سبب استثنائهم الى انهم حبسهم العذر عن شهود بيعة الحديبية ولعله استرضى اصحاب الحق من الغانمين في الاسهام لهم ولعله رأى ما كانوا عليه من الصدق وما عانوه في الغربة وهم اصحاب الهجعتين واعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ابا هره وبعض الدوسيين من الغنائم برضاء الغانمين حيث قدموا عليه بعد فتح خيبر وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء مسلمات فاعطاهن من الفيء ولم يضرب لهن بسهول وكذلك اعطى من شهدها من العبيد فقد اعطى عميرا مولى أبي اللحم شيئا من الأثاث وأوصى صلى الله عليه وسلم من مال خيبر لنفر من الداريين سماه ابن إسحاق وكان كفار قريش يتحسسون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر ويسألون الركبان عن نتيجة المعركة وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط السلمي وقال لهم إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة وإن اليهود أسرت محمدا وستأتي به ليقتل بين ظهران أهل مكة ثقرا لمن كان أصيب من رجالهم وما لبثوا قليلا حتى علموا بأن الأمر خدعة من الحجاج بن علاط ليحرز ماله الذي بمكة ويهاجر مسلما فحزنوا لتلك النتيجة التي كانوا يراهنون على عكسها وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو رواد القرى وحاصرهم ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله فبرز رجل منهم فبرز له الزبي وفقتله ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله حتى قتل منهم أحد عشر دول ثم قاتلهم حتى أمسوا وفي الصباح استسلموا ففتحت عنوى وأقام فيها ثلاثة أيام وقسم ما أصاب على أصحابه وترك الأرض النخل بأيدي يهود وعاملهم عليها فلما بلغ يهود تيماء ما حدث لأهل فدك ووادي القرى صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم فلما كان عهد عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام ويرى أن ما دون واذ القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام وثبت فالصحيح أن مدعما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه سهم فقتله وذلك حين كان يحط رحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا وادي القرى فقال الناس هنيئا له بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشمة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أم شراكان من نار بعض فقه وحكم وعبر ودروس غزوة خيبر واحد نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلول وأن من يموت وهو غال يدخل النار وقد جاء ذلك في خبر الرجل الذي قال عنه الصحابة إنه شهيد فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلا أو عباءة وخبر مدعم مع الشملة اثنان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية ثلاثة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم البغال أربعة أنه عن أكل كل ذي ناب من السباء وعن أكل كل ذي مخلب من الطيب خمسة أنه عن وطء الحبالة من السبايا حتى يضعن ستة أنه عن ركوب الجلالة والنهي عن أكل لحمها وشرب لبنها سبعة أنه عن النهبة من الغنيل قبل قسمتها ثمانية وأجرى الله على نبيه بعض المعجزات دليلا على نبوته وعبرة لمن يعتبر فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بسقه على عين علي فصحة وإخبار ذراع الشات المسمومة إياه بأنها مسمومة فقد ثمت أنه نفس ثلاث نفسات في موضع ضربة صابت ركبة سلمة بن الأكوع يوم خيبر فما اشتكى بعدها تسعة وفي خبر الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاه عشرة جواز المساقات والزراعة بجزء مما يخرج من الأرض من تمر أو زرع كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك وهو من باب المشاركة وهو نظير المضاربة فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين أحد عشر عدم اشترات كون البذر من رد الأرض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من مالهم ثاني عشر خرص الثمار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك وأن القسمة ليست بيعة والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد ثالث عشر جواز عقد مهادنة عقدا جائزا للإيمان فسخوه متى شاء رابع عشر جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيب ولا يكتم كما في قصة مسك حيي خامس عشر الأخذ في الأحكام بالقرائم والأنعرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك نانا المال كثير والعهد قريب فاستدل بذلك على كذبه في قوله أذهبته الحرب والنفقة سادس عشر جواز إجلاء أهل الذنة من دار الإسلام إلى استغني عنهم وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سابع عشر لم يكن أخذ الجزية من يهود خيبر لأنهم ليسوا أهل ذنة بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد ثامن عشر سريان نقض العهد في حق النساء والذرية وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقد والمحارب كما في حالة كنانه وابني ابن الحقيق على أن يكون الناقدون طائفة لهم شوكة ومنعة أما إذا كان الناقد واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسر النقض إلى زوجته وأولاده تاسع عشر جواز عدق الرجل أمته وجعل عدقها صداقها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ مكاح ولا تزويج كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية عشرون جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك للغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما كذب الحجات بن عيلاط على المسلمين والمشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب واحد عشرون إن من قتل غيره بسم يقتل مثله قصاصا كما قتلت اليهودية ببشر بن البرع الثاني والعشرون جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامه وقبول هديته كما في حادثة الشات المسمومة الثالث والعشرون الإمام مخير في الأرض التي تفتح عنها إن شاء قسمها وإن شاء وقفها وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة فقسم قريضة والنظير ولم يقسم مكة وقسم شطرا من خيبر وترك شطرها الآخر الفصل السادس عشر رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والزعماء تمهيدني أتيحت الفرصة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها لأن الإسلام رسالة عالمية غير محدودة المكان كما جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرآنية الكريمة مثل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ولذا كان من البدهي أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسائل إلى زعماء العالم المعاصرين له هناك اضطراب في الروايات التي تناولت تواريخ إرسال الرسائل فقد رواب مساعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتابة فخارج ستة نفر في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع ويذكر الطبري أن بعث هؤلاء النفر الست كان في ذي الحجة وهي من الرواية الواقدي وواضح من نص خبر الواقدي عند ابن سعد أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية كان في ذي الحجة وأن إرسال النفر الستة كان في المحرم من العام سنة فيكون الوثم في النقل من قبل الطبري أما ابن إسحاق فلا يحدد تاريخا دقيقا لإرسال الرسل بل جعل ذلك ما بين الحديبية ووفاته قال في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته واستدرك عليه ابن هشام في زيادات السيرة قائلا لأن إرساله الرسل كان بعد عمرته التي يصد عنها يوم الحديبية ويؤرخ ابن سعد لرسالة كسرة قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى سنة سبع التي قتل فيها كسرة وذكر البخاري رسالة كسرة في أعقاب غزوة تبوك من العام التاسع الهجري لكن من الواضح أن البخاري لم يرى عنصر الزمن في سرد محتويات صحيحة لأنه يجمع ما يقع على شرطه من البؤوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم وقد نبه ابن حجر إلى احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم وتأخير بعض التراجم مثل تقديم حجة الوداء على غزوة تبوك إن الدراسة التفصيلية لتلك الرسائل تجعل النفس تميل إلى قبول ما ذكره ابن إسحاق المبحث الأول كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فأهمن ومن كان عنده وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية حلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركوه ما ترككم وكان الذي حمل رسالة إلى النجاشي عمر بن أميها الضمري وذكر زيلائي وغيره عن الواقدي أن الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي مع عمر بن أميها الضمري صورته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النذاشي ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به فخلقه من روحه ونفقه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والمؤالات عن طاعته وأنت تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى وذكر أبو موسى المديني في التتمة لكتاب ابن منده في الصحابة بإسناد معلق أن النجاشي كتبع مع ولده كتابا جوابا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأورب نصه وفيه إقراره بالإسلام وإن شاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بالمدينة المنورة لا أتاه وأنه بعث إليه بابنه أرهى ابن الأصحى وأن ابنه خرج في ستين نفسا من الحبشة فغرقت بهم سفينتهم في البحر وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائد عندما أخبره جبريل لوفاة النجاشي وذلك في العام التاسع الهجري المبحث الثاني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى روى البخاري بسنده إلى ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه قال الراوي الزهري فحسبت أن ابن المسيب قال فدع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق وكتب كسرى إلى باذان أعمله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتيان بخبره فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا فقدم المدينة فدفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد وقال ارجع عني يومكم هذا حتى تأتيان الغد فأخبركم بما أريد فجاءه من الغد فجاءه من الغد فقال لهما أبلغ صاحبكم أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليالي المضين من جماد الأولى سنة سبع وأن الله تبارك وتعالى صلت عليه ابنه شيرويه فقتله فرجع إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء الذين باليمن ويذكر أن كسرى المعني هو إبراويز بن هورموز ويؤكد باتلر أن موت كسرى إبراويز حدث في مارس عام ثمانية وعشرين وستمائة ميلاديا مما يجعله صول الرسالة قبل موته بشهور توكيدا لرواية الواقدي وروا التضري نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وكذلك رواها ابن طولون وغيرهما وهو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المدوس عليك المبحث الثالث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى هرق مع دحية ابن خليفة الكلبي يدعوه إلى الإسلام وذلك في مدة هدمة الحديبية وهو النص الثاني الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الزعماء ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق العظيم الرحيم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وذينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولعل في إيراد البخاري ومسلم بنص خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ما يشير إلى ترجيحهما للروايات القائلة بتقدم نزول الآيات المذكورة أي قبل تاريخ إرسال هذه الرسالة وليس في العام التنسع كما ورد في روايات ضعيفة وعندما قرأ قيصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يبحث عن بعض المتصلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وفضل أن يكونوا من قومه وعشيرته فعلم بوجود جماعة من التجار فيهم أبو سفيان فدعاه من مجلسه مع الترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا أقربه نسبا فأدناه منه وقرب أصحابه منه لألا يستحلوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الطويل المشهور حديث هرق مع أبي سفيان المروي في الصحيحين واستنتج من أجوبة أبي سفيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وقال في ختام كلامه مع أبي سفيان فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم قال للرسول دحيه الكلبي إني لا أعلم أن صاحبك نبي مرسل والذي كنا نمتذره ونجده في كتابنا ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته ثم صرفه إلى ضغاطر الأسقف صاحب الفتوى عندهم بحجة أنه أعلم الروم بهذا الشأن وروا ابن حبان أن دحيه عندما جاء وافى قيصر ببيت المقدس فرمى بالكتاب على بصاته وتنحى فلما انتهى قيصر من الكتاب أخذه وأمن من جاء به فظهر له دحية فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته فلما جاء أمر بأبواب قصره فغلقت ثم أمر منادي أن ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية فأقبل ذنده وقد تسله حتى أطافوا به فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي ثم أمر مناديه فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما اختبركم وانظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا فانصرفوا وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله وهو على دين النصرانية وقسم الدانير وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وآثرهما على الإسلام ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي فإنه لما أسلم ما زالت عنه الرئاسة فضلاً يقسم الشريط لنبدأ مع المبحث الرابع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارف بن أبي شمر الغساني الوجه الثاني يبدأ حالا المبحث الرابع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارف بن أبي شمر الغساني روى الواقبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى الحارف بن أبي شمر الغساني مع شجاع بن وهب وأورد نصه وقد انتعض الحارث ولم يوافق على الإسلام وحشد قواته للزحف على المدينة ولكن هراقل تدخل ودعاه إلى إيليا بيت المقدس وقد دعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعا إليه حين مرجعه من الحديبية ومن خلال نواية شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي كتب فيه إلى هراقل مع دحية لأن شجاعا عندما جاء إلى الحارث وجد دحية مع القيصر في إيليا وتقول رواية شجاع إن حجب الحارث وهو رومي اسمه مري أسلم عندما أخبره شجاع بالرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام المبحث الخامس كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة ابن علي الحنفي صاحب اليمامة كتب إليه مع سليط بن عمر من العامري أحد النفر الستة الذين تحركوا في وقت واحد حين مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية وعندما قرأ هؤذة الرسالة اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له بعض الأمر معه فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ومات حين منصر في الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة المبحث السادس كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس معث الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى المقوقس جريج ابن مينة ملك الإسكندرية وعظيم القبط مع حاطب ابن أبي بلتعة فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختها سيرين وقيسر فتسرى مارية القبطية وهي أم ولده إبراهيم وعهد سيرين لحسان ابن ثابت فهي أم ولده عبد الرحمن وأهداه ألف مثقال ذهب وبغلة اسمها جلدل وجارية أخرى سوداء اسمها بريرة وولاما خصيا اسمه مأبور وحمارا أشهب يقال له يعفور وفرسا هو لزاز وعسلا وأشياء أخرى وعندما جاءت رسالة من قوقس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه المبحث السابع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنزل بن ساوي العبدي روابني سيد المنزل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى المنزل بن ساوي العبدي أمير البحرين مع أبل علاء الحضرمي بعد انصرافه من غزبة الحديبية ثم قال أذكر الواقدي بإسناده عن إكرمه؟ قال ولدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته فإذا فيه؟ وخلصة ما ذكره ابن سيد الناس عن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنزل ربدا على كتابه الأول إليه أن المنزل قبل الإسلام ومعه آخرون من أهل البحرين ولم يورد نص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى إلى المنزل وهناك روايات أخرى تشير إلى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى إلى المنزل ولكنها في رجب سنة تسع هجرية منصرة فيه من تبوك المبحث الثامن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابن الجلندي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان بكتابه إلى جيفر وعبد ابن الجلندي الأزديين بعمان فأسلم وصدق وخلي بين عمر بن العاص والصدقة وترك أمر الحكم لهم المبحث التاسع رسائل أخرى متفرقة تسعة وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أهل دمان وهي قرية من قرى عمان وكان عليها رجل من أساورة كسر يقال له بست جان وروى الكتاب ابن طولون بسنده إلى أبي شداد رجل من أهل دمان ونصه من محمد رسول الله إلى أهل عمان سلام أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأجل الزكاة وخط المساجد كذا وكذا وإلا عزوتكم وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رعية السحيمي فأخذ الكتاب ورقع به دلوة فبعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم سريه فأخذت ماله وأهله فجاء المدينة نادمة فبايع على الإسلام وأحرز أهله وكتب إلى مسولمة الكذاب زعيم اليمانة يدعوه إلى الإسلام مع عمر بن أمية الضمري فكتب إليه مسيمة جوابا على كتابه ونصه من مسيمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني أشركت معك في الأمر وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون فقدم عليه رسولاني بهذا الكتاب فعندما قرئ عليه قال لهم فما تقولاني أنتما قال نقول كما قال فقال عليه السلام أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ثم كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيمة الكذاب السلام على من يتبع الهدى أما بعد إن الأرض لله ورثها من يشهر من عباده والعاقبة للمتقين ثم كان ما كان من أمر مسيمة وفتنته في عهد أبي بكر الصديق وقضاء أبي بكر عليهم بعد خسارة فادحة في الأرواح بين الطرفين ثاني عشر وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا إلى عظيم بصرة وأرسله مع الحارث بن عمير الأسدي فعرض له شرحبيل بن عمر الغساني بمؤتة فأوثقه رباط ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره ثالث عشر وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل رابع عشر وكتب إلى بن عمر من حمير يدعوهم إلى الإسلام خامس عشر وكتب إلى جبله بن الأيهم ملك رسان يدعوه إلى الإسلام سابس عشر وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجري بكتابه إلى ذي الكلاع بن ماكور وإلى ذي عوش يدعوهما إلى الإسلام فأسلم وأسلمت امرأة ذي الكلاع سابع عشر وكتب إلى معدي كرب بن أبره وأن له ما أسلم عليه من أرض خولا ثامن عشر وكتب إلى أسقف بن الحارث بن كاع وأساقفة مجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم تاسع عشر وكتب إلى يحنى بن رأوبة صاحب آيلة أشرين وإلى أبي ضبيان الأزدين من غامد فأجابه في نفر من قومه بمكة الواحد والعشرون وإلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حنير وبعث الكتاب مع عياش بن أبي ربيعا المخزوني الثاني والعشرون وإلى نفافة بن فروة الدائيين ملك السماوة وكتب إلى غير هؤلاء ممن ذكرهم ابن ساعد في طبقاته وغيره من المؤلخين المبحث العشر فوائد وحكم وعبر في هذا المقطع من السيرة واحد واحد وليس لعدم قناعتهم بالإسلام ثلاثة دل اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتنا من فضة يختم به رسائله على مشروعية اتخاذ الخاتم كما بل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه وقد استدل كثير من العلماء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الإصبع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه فيها وهي إصبع الخنصر أربعة إن جاء له صلى الله عليه وسلم اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنى فيه من تعظيم الله وإعظام اسمه ما لا يقادر قدره خمسة إن إقراره صلى الله عليه وسلم لمن كتب إليهم بأن يبقوا على ملكهم نابع من سياسته الرشيدة وتنبيره الحسن للأمور الفصل السابع عشر السراية بين غزوة خيبر وعمرة القضاء المبحث الأول سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه دلات ربه معفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين راكبا إلى بني نضر ابن معاوين ابن بكر ابن هوازم وبني جشم ابن بكر ابن هوازم الذين كانوا بتربة وهو موضع قريب من مكة وعندما علموا بمسير المسلمين إليهم هربوا فعاد عمر وأصحابه وبن نضر وبن جشت هم عادوز هوازم وكان ذلك في شعبان سنة سبعين من الهجرة وكان الإرسال ذلك كما قلنا إلى ترأة المبحث الثاني سرية أبي بكر مصديق رضي الله عنه إلى نجد دعفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني فزاره في أرض نجد فشم عليهم الغارة فقتل منهم من قتل وكان معه في السرية سلمة بن الأكوع حيث تمكن من أسر مجموعة من الذرار فنف له أبو بكر منهم جارية جميلة طلبها منه الرسول صلى الله عليه وسلم وفد بها أسرى من المسلمين بمكة وكانت هذه السرية في شعبان سنة سبعين من الهجرة على المبحث الثالث سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدك أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثين رجلا إلى بني مره بفدك فتمكن من استياق نعمهم بينما كانوا في وبواديهم وعندما علموا بالخبر أدركوه وأصابوا أصحابه وولى منهم من ول وقرتل بشير لبسالة حتى سقط ورموه قد مات ورجعوا بأنعامهم وفي المساء تمكن بشير من النجوء إلى فدك وأقام عند يهودي من أيام حتى ضمدت جراحه فرجع إلى المدينة ونقل خبر مصابهم إلى المدينة علبة بن زيد الحارثي وكان ذلك في شعبان سنة سبع من الهجرة المبحث الرابع سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة الراجح أن هذه السرية هي التي عناها البخالي ومسلم وابن أسحاق في روايتهم من حديث أسامة بن زيد قال أسامة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينا فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعمته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعودا قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى تمنت أني ينققل أسلمت قبل ذلك اليوم وعند ابن إسحاق أن نسمى الرجل المقتول مرداس بن نهيك من الحرقة من جهينا وحليف اللبن مرة وعند الواقدي أن نسمه نهيك بن مرداس ولكن السرية عنده هي سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب بشير وأصحابه وعند ابن أبي عاصم أن نسمه مرداس الفدكي وأنه مات في المعركة والراجح أن نسمه مرداس بن نهيك كما هو عند ابن إسحاق وأن الذي قتله هو أسامة بن زيد أما الواقدي وابن سعد فقد ذكر أن سرية غالب بن عبد الله التي وقعت فيها قصة أسامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله على الرغم من ذلك كانت إلى الميفعة وأن عبدتها 130 راكبا بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد بن سعدانة وبني عوال وفيهم يسرر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قادهم إلى مكان العدو حتى أوقعوا به واستاقوا نعمه وجاءه وقتلوا من أشرف إليهم وذلك في رمضان سنة سبع من الهجرة وذكر ابن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة عندما بلغه وخبر قتله الرجل الذي نطق بالشهدتين ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب فقال أسامة لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله إن في هذا اللوم تعليما وبلاغا في المواعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد وإنما كلف الإنسان بالعمل الظاهر وما ينطق به لسن وأما القلب فليس للإنسان طريق إلى ما فيه وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة المبحث الخامس سرية بشير بن ساعت إلى الجناب بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان بالجناب قد وعدهم عيونة بن حصب ليكون معهم ليزحفوا على المدينة فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن ساعت فعقب له لواء وبعث معه ثلاثمائة رجل حتى أتوا إلى يوم وجبار وهم نحو الجناب والجناب يعارض سلاح وخيبر ووادي القرى فنزلوا بسلاح ثم دنوا من القوم فأصابوا لهم نغما كثيرا وتفرق الرعاء وحاذروا القوم فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم ولذا لم يجد بشير عندما حل بديارهم ومحالهم إلا رجلين فأسرهما وقادما بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأرسلهما وكان ذلك في شوال سنة سبع من الهجرة وفي رواية أنهم عندما أتوا أسفل خيبر أغاروا على المشركين وقتلوا عينا لعينا ثم لقوا جمع عينا فناو شووهم ثم انكشف جمع عينا وأسر منهم رجل هين وكانت هذه السرية سلبا في أن يفكر عينا في أمر الإسلام لحوار دار بينه وبين حليفه الحارف بن عوف المري وفروة بن هبيرة القشيري وكانت خلاصة الحوار أن أخذوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى ثم أصبح من المؤلفة قلوبهم كما استفاضت الأخبار في ذلك فقد ثبت أنهما حضر حنينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن إسحاق الفصل الثاني عشر عمرة القضاء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة في ذا الكادة من العام السابع الهجوي لأداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية فقد رأى البيهقي وابن سعد أن المسلمين صاحبوا معهم أسلحتهم ووضعوها بيأجد خارج الحرم ودخلوا بسلاح الراكب السيوف كما هو الشرط لقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيان منهم الذين شهدوا الحديبية وعندما دخل رسول صلى الله عليه وسلم مكة كان عبد الله بن رواحة ينشد بين يديه خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزير الهام عن مقيله ويذهب من الخليل عن خليله وعندما أشعى قريش أن المسلمين ضعفاء بسبب حم يثرب أمر رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرمنوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى من طرفهم وأن يسعى بين الصفا والمروة مهرولين ليرى المشركون قوتهم ففعلوا ما أمروا به فرأتهم قريش وهي مصطفة على جبل قيقعان في مواجهة ما بين ركنهم فتعجبوا من قوتهم وقالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحم قد وهانتهم هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا وعندما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك العمرة أمر جماعة من الصحابة أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على السلاح ويأتي الآخرون الذين كانوا في حراسة السلاح ليقضوا نسكهم ففعلوا ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ومكث بها إلى الظهر ثم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة وعندما انقضت الأيام الثلاثة جاءت قريش في صباح اليوم الرابع إلى علي رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فأقام بها إلى أن تتاغم الناس ثم انصرف إلى المدينة المنورة في ذي الحجة وفي هذه العمرة تزوج صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارف العاملية أخت أم الفضل زوج عمه العباس فبنا بها بسرف والراجح أن هذا الزواج كان بعد أن تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم من إحرامه وكانت ميمونة تحت أبي رهم بن عبد العزة وقيل تحت أخيه حويطب وقيل سخبر ابن رهمي ولما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم قفلة عمارة ابنة حمزة اهتنادي يا عمي يا عمي فأخذها علي ودفعها لفاطمة وهي ابنة عمها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وكان هذا القضاء لأن جعفر محرم لها إذ لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها في الزواج وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين وفيها حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الأم على قرابة الأبي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قضى بعمارة لخالتها فقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى دوايتين عنه وفي دواية الثانية أن العمة مقدمة على الخالة وهو اختيار الشيخ بن القيم الفصل التاسع عشر السرايا والأحداث بين عمرة القضاء وسرية مؤته المبحث الأول سرية بن أبي العوجاء السلمي عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء باعث ابن أبي العوجاء السلمي في خمسين فارسة وكان معهم عين لبي سليم فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فأخبرهم فجمعوا جمعا غفيرا واستعدوا للقاء المسلمين وعندما جاءهم المسلمون دعوهم إلى الإسلام فرفضوا وأحدقوا بالمسلمين فقتلوا عامتهم وعصابوا ابن أبي العوجاء وتركوه جريحا بين القتلى ثم تحامل حتى بلغوا المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان من الهجرة المبحث الثاني إسلام عمر بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما روا أحمد وابن إسحاق أن عمر بن العاص عندما رأى علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث مع من يسمعون له من رجال قريش في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأقنعهم بالخروج معه إلى النجاشي فهو أحب إليهم أن يكونوا عنده من أن يكونوا تحت يدي محمد إذا ظهر وإن ظهر قومهم فلن يأتيهم منهم إلا الخير لمعرفتهم بهم وجمعوا جلودا ليهدوها إلى النجاشي لأن ذلك أحب ما يهدى إليه من أرض الحجاز واتفق أن جاء النجاشي وعنده عمر بن أمية الضمري رسولا من النبي صلى الله عليه وسلم فعندما خرج من عند النجاشي دخل عليه عمر واعطلب منه أن يعطيه إياه ليقتله لأنه من عدوه فعضب منه النجاشي وضربه على أنفه فخاف واعتذر ثم قذف الله في قلبه الإسلام لما رأى حماسة الناس حتى العجم في الإيمان بمحمد والدفاع عنه ولم يتعدد عمر في مبايعة النجاشية على الإسلام عندما اقترح عليه النجاشي ذلك ثم خرج وكتم إسلامه عن أصحابه وعاد إلى بلاده وقبيل الفتح خرج عمر بن العاص عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليسلم فلقيه خالد بن الوليد يريد ما يريد عمر فقدم سويا على الرسول صلى الله عليه وسلم فبايع على الإسلام ومما يؤكد أن إسلام عمر وخالد كان في التاريخ الذي ذكره ابن إسحاق والواقدي أن اسم خالد ظهر في سرية مؤتة في جماد الأولى سنة ثمان من الهجرة وأن اسم عمر بن العاص ظهر في سرية ذات السلاسل في جماد الثانية سنة ثمان من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك في المبحث الخاص بهما أما قصة إسلام خالد فقد رواها الواقدي وخلاصتها أن خالدا عندما أراد الله به ما أراد من الخير وقذف في قلبه الإيمان كان ينصرف بعد كل موطن شهده ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفكر فيرى في نفسه أنه في موضع غير موضعه وأن محمدا سيظهر وفي غزوة الحديبية بالذات تأكد له أن الرسول صلى الله عليه وسلم نميع لأنه عندما هم أن يغير بخيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفا أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في أنفسهم فصلى بأصحابه صلاة الخوف ولم يترك لهم فرصة وعندما تم الصلح بالحديبية أرأى أنه لم يبق شيء ففكر في الذهاب إلى النجاشي وهرقل وبينما هو يقلب هذا الأمر في ذهنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فتغيب ودخل أخوه الوليد في الإسلام في هذه العمرة وطلبه فلم يجده فكتب إليه كتابا فيه تعدده من مثله في ذهاب عقله عن الإسلام وذكر له سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقوله عنه ما مثله جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته ودده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقد دمناه على غيره فلما جاءه كتاب أخيه نشط للهجرة وزاده رغبة في الإسلام أنه رأى في المنام كأنه في بلاد ضيقة جذبة فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة فقال إن هذه لرؤية فذكرها لأبي بكر عندما قدم المدينة فقال هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق هو الشرك وعندما أجبع الهجرة أراد يرافقه رجال في مكانته فاتصل بصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل فرفضا فتركهما فخرج وعند خروجه التقى بصديقه عثمان بن طلحة فذكر له ما يريد فعلم منه أنه يريد ما يريد فاتعدا بيأجج وخرج سحرا والتقى عند الفجر بيأجج وسار حتى انتهى إلى الهدة فوجد عمر بن العاص بها فتعارفوا ثم ساروا سويا إلى المدينة فأسلموا وكان ذلك في صفر سنة ثمان من الهجرة المبحث الثالث سرية غالب بن عبد الله إلى الكديد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشن الغار على بن ملوح وهم بالكديد وفي طريقه إليهم وفي منطقة قديد لقل حارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي فأخذوه فأخبرهم أنه في طريقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلم فلم يطمئنوا إليه فأوثقوه واعتذوا إليه بأن رباط ليلة لليديره وتركوه مع رجل أسود من أصحابه وأوصوه أن يقتله إذا غالبه وأتأوا الكديد عند الغروب فكمهم وأرسلوا جند ببني مكيث الجهني طبيعة لهم فأتى تلا مشرفا على الحاضر فرأى رجل من الأعداء أن هناك شيئا مريبا فأصابه بسهم فلم يتحرك حتى لا يكشف أمر أصحابه ونازع السهم من جسده ووضعه وفي الصحر شموا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم ومضعوا بها ومروا بدم البرصاء وصاحبه فاحتملوا هما معهم وفي هذه الأثناء استغاث القوم فجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمين به فساروا في إثرهم حتى قرب منهم ولم يكن بينهم وبين المسلمين إلا وادي قديد فأرسل الله الوادي بالسيل من غير سحاب ولا مطر فلم يستطيعوا تجاوزه ونجى المسلمون منهم وكانت هذه السرية في صفر سنة ثمان من الهجرة وكانوا بضعة عشر دولار المبحث الرابع دروس وعبر من أحداث هذه السرية واحد إن إرسال الله تعالى الوادي بالسيل ليمنع الأعداء من الإيقاء بالمسلمين كرامة لهم اثنان وفي خبر إصابة جنب بسهم في جسده ومع ذلك لم يتحرك لدليل على تثاني المسلمين الأوائل وتحملهم أشد أنواع الأذى في سبيل هذه الدعوة ثلاثة إن في خبر ربط المسلمين ابن البرصاء دليلا على أهمية أخذ الحذر من الأعداء أربع وفي إرسال الطلائع للتجسس على أخبار الأعداء دليل على أهمية اتخاذ العيون أخذا بالأسباب في المحافظة على أرواحهم والإيقاع بالعدو وأخذه على حين غره ما دامت قد بلغته الدعوة وأخذ في تهديد أمن المسلمين انتهى الشريط السابس عشر من السيرة النبوية وله بقية على الشريط السابع عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية انتهينا من المبحث الرابع وإلى المبحث الخامس سرية غالب بن عبد الله الليفي أيضا إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك أهياء رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوان في مئتي رجل ليسير إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك وعندما عاد غالب من سرية الكذيد أرسله مكان الزبير وقيل خرج معه في هذه السرية أسامة بن زيد وعلبة بن زيد فأصابوا منهم نغم وقتلوا منهم قتلا وقيل كان ذلك في صفر سنة ثمام من الهجرة وذكر الواقدي أن أسامة بن زيد قتل في هذه السرية نهيك بن مرداس وهو يقول لا إله إن الله وعنفه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المسلك وروا بإثناده إلى المقداد بن عمر أنه قتل رجلا شهد أن لا إله إن الله فعنفه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ولم يذكر أن ذلك كان في هذه السرية ويبدو الاختلاف ظهرا في قصة الرجل الذي قال لا إله إن الله فقتله أحد الصحابة فمره أنه أسامة ومره أنه المقداد ومره في سرية الحرقة ويسمى القاتل ولا يسمى المقتول ومره في سرية الكذيد ومره ثالثة في سرية الميفعة والراجح كما قلنا وكما هو ثابت في الصحيحين أن قصة قتل أسامة لرجل شهد أن لا إله إلا الله قد وقعت في سرية الحرقة من جهين وسلم بن أسحاق الرجل المقتول وهو نداس ابن نهيك أو ابن نهيك وإثناده صحيح المبحث الثادس سرية كعب بن عمير إلى قضاع بذات أطلاح أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في خمسة عشر رجل حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشم من وراء واجي القرى وذلك في ربيع الأول من العام الثامن الهجري فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى دلا منهم فرآه عيل لهم فأخبرهم بقلة عددهم فجاءوهم على الخيول فقتلوهم إلا رجلا واحدا أفلت منهم فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما الحدث فهم بالبعث إليهم ولكنه بلغه أنهم صاروا إلى موضع آخر فتركهم المبحث السابع دروس وعبر في هذه السرية درس بضيغ للناس عما كان يقع للصحابة المجاهدين في سبيل الدعوة الإسلامية وقد تكرغ نفل هذه الحادثة كثيرا كما هو واضح من سردنا لأحداث هذه السرايا الصغيرة المبحث الثامن سرية شجاع بن وهب إلى السيء من الأرض بن عامر في ربيع من الأول من العام الثامن الهجري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في أربعة عشرين رجلا إلى جمع من هوازن بالسيء من أرض بن عامر ناحية ركبة فأغاروا عليهم فأصابوا نعما كثيرا وشاء فعادوا بها بعد غياب دام خمس عشرة ليلة وجاء في إثرهم وفدهم إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم فرد المسلمون إليهم السبي وكان في السبي جارية وضيئة اختارت المقام مع شجاع بن وهب وفي قصة هذه الجارية دليل على مدى أثر أخلاق المسلمين في غيرهم حتى ولو كان هذا الغير هم ممن حاربوهم وأرادوا القضاء عليهم وقد تكون هذه السرية هي التي أشار إليها البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغلموا إبلا كثيرا فكانت سهامهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفل بعيرا بعيرا وقد تكون سرية نجد التي أشار إليها البخاري ومسلم وغيرهما هي ذاتها سرية أبي قتابة بن عربائي الأنصاري إلى خضرة وهي أرض محارب من عطفان بنجد في شعبان سنة ثمان من الهجرة وكان معه خمسة عشر رجلا فهجم على حاضر منهم عظيم فقتلوا من أشرف لهم واستاق النعم والسبي وكان نصيب كل رجل منهم اثنى عشر بعيرا فصارت في سهم أبي قتابة جارية عضيئة فاستوهدها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها له فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لمحمية ابن جز وغابوا في هذه السرية خمس عشرة ليلة المبحث التاسع سرية زيد بن حارثة إلى مدين معفه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه دميره مولى علي بن أبي طالب وأخله فأصاب سبيا من أهل ميناء وهي السواحي وفيها جماعات من الناس مختلطين فبيعوا ففرق بينهم الأمهات والأولاد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يبكون فقال ما لهم فقيل يا رسول الله فرق بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوهم إلا جميعا ولم تذكر المصادر التي بين هدي تاريخا معينا لهذه السرية ويستنتج أنها وقعت قبل سرية مؤتة لأن زيدا استشهد في سرية مؤتة الفصل العشرون سرية مؤتة إن من أسباب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى ملك بسرع فلما نزل مؤتة عرض له شرح بيل بن عمر الغساني فقتله صبرا وكانت الرسول لا تقتل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل هذه السرية إلى مؤتة في دماد الأولى من سنة ثمان الهجرية وكان عدة هذه السرية ثلاثة آلاف مقاتل وأمر عليها زيد بن حارثة ثم قال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وزاد الواقدي وابن سعد فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتادر المسلمين بينهم رجلا فاجعلوه عليهم وعندما تهيأ الجيش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينها بكى بن رواحة فسألوه عن السبب فقال أما والله ما بحب الدنيا ولا صبابة بكم ولكن من سمينت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا سورة مريم الآية الواحدة والسبعون فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمين صحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين فقال ابن رواحة ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا ثم مضوا حتى نزلوا معانا من أرض الشم فبلغ الناس أن يرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم وانضم إليهم من لخم وجزان وبلقين وبهراء وبلي مئة ألف عليهم رجل من بلي يقال له مالك بن غافلة فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدوين فإما أي مدنا بالرجال وإما أي أمر ما بأمره فنمضي له فشجع ابن رواحة الناس وقال يا قومي والله إن التي تكرهون لا التي خرجك تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فامطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم ذنوه من الروم والعرب بقرية مشارف من قرى البلقاء ثم دن العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وعبعوا أنفسهم فيها جعلوا على الميمنة قطبة ابن قتابة العذري وعلى الميسرة عبادة ابن مالك الأنصاري ثم التقى الناس واقتتلوا فاستشهد زيد وأخذ الراية جعفر فاقتحن عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى أكرمه الله بالشهادة وهو ينشد يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وباردة شرابها ورمرون قدم عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذا لاقيتها ضرابها ورد ابن هشام أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضمه بعضضيه حتى قتل وهو ابن ثلاثم وثلاثين سنة فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير به ما حيث شاء ثم قال ابن هشام ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربه فقطعه نصفين وقد ذكر الواقدي ابن سعد عدة روايات في الحالة التي وجد عليها جعفر بعد استشهاده ففي رواية أنه وجد في أحد نصفه ثلاثون أو بضعة وثلاثون جرحا وفي رواية ثالثة أنه وجد في بدنه أكثر من ستين جرحا وطعنة قد أنفذته وثبت في الصحيح أنه قد وجد في جسده بضعة وكسعون من طعنة ورمية رواب من سحاق معيره أنه لما قتل جعفر أخذ ابن رواحة راية ثم تقدم بها وهو على فرسه ثم تردد بعض التردد ثم قال مرتجزاء أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة ما لأراك تكرهين الجنة قد طال ما قد كنت مطمئن هل أنت إلا نطفة في شنه وقال أيضا يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديتي يعني صاحبيه زيدا وجعفرا ثم نزل ساحة الوغى فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم عليه بعض اللحم وطلبنيه أن يشد به صلبه لما لاقاه من أيامه تلك من الشدة فلما أخذ من هذا العظم شيئا يسيرا سمع الكثرة من ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا ثم ألقاه وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل فنال الشهادة التي كان يتمينها وقد ظهر ذلك في موقفه عندما حث الناس على لقاء العدو على رغم من كثرته وعندما ترجم مشاعره في أشعاره التي ذكرنا وفي قوله لربيبه الذي كان في حجره ورديفه إلى مؤته زيد بن أرقم الذي سمعه يترنم بأبيات من الشار يشتهي فيها الشهادة فبكى زيد فخفقه ابن راحه بالدرة وقال له ما عليك يا لكع أن يرزقني له شهادة وترجع بين شعبتين رحل ثم أخذ الراية بعده الثابت بن أقرم وطلب من المسلمين أن يصطرخوا على رجل منهم فرشحوه فرفض فاصطلحوا على ابن الوليد فأخذ الراية وتمكن من الانسحاب روي أنه لما قتل ابن رواحه مساء بات خالد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنته فأنكر الأعداء ما كانوا يعرفون من رايات وهيئة المسلمين وقالوا قد جاءهم مدد فرائبوا فانكشفوا من هزمين فقتلوا مقتله لم يقتلها قوم وانكثرت يومئذ في يد خالد بن الوليد تسعة أسياف مما يدل على شدة القتال قبل أن ينسحب من ميدان القتال ومما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك أن رجلا من أهل اليمن رافقه في هذه السرية فقتل روميا وأخذ سلبة فاستكثره خالد فشكاه اليمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ظهر من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر هذه السرية أنه صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا ربنا رواحه قبل أن يأتيه خبرهم وعيناه تذرفان الدموع وأخبرهم بأخذ خالد للراية وغشرهم بالفتح على يديه وسماه يومئذ سيف الله وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع لهم ثم بعد ذلك قادم بخبرهم ياعلى بن أمية ولم يزد ما جاء به عما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفي رواية أن عامر الأشعري هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمصابهم وعلى رغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد الجيش العدو إلا أنه لم يستشهد من المسلمين سوى 12 رجل كحد أقصى أما الأعداء فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم وكان لشهداء المؤتة مكانة عظيمة عند الله تعالى ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عند الله أما ما روا ابن إسحاق من أن الناس قالوا لجيش مؤته يا فرار فردتم في سبيل الله فقد قال ابن كثير عن هذه الدواية وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا الجمهور الجيش وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان وأن بقيتهم فلم يفروا بل مصر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر في قوله ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه فما كان مسلمون ليسميهم فرارا بعد ذلك وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما وإنما كان التأنيب وحث التراب للذين فروا وتركوهم هناك وكان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسيقضن كثير أذلة على أن جمهور المسلمين لم يفروا بل فرت مجموعة من المسلمين من ذلك حديث عبد الله بن عمر عند أحمد الذي فيه أنه كان من من فر وخشوا القتل إنهم دخلوا المدينة فهموا أن يركبوا البحر ثم أخيرا قرروا عرض أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفوا بفرارهم فقال لهم لا بل أنتم العكارون أنا فيئتكم وأنا فيئة المسلمين وفي رواية قال لهم لا بل أنتم الكرارون وجاء بأبناء جعفر رضي الله عنه فدعى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بحلق رؤوسهم ودعى لهم وقال لأمهم عندما جاءته تذكروا يتمها العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ولما جاء ناعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان في ناعي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمراء الثلاثة قبل مجيء خبرهم فيه جواز الإعلام بنوت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه وفيه علم على من ظاهر من أعلام نبوه ثلاثة في تأمير المسلمين لخالد بعد استشهاد الأمراء الثلاثة دليل على جواز الاستهاد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة إن ظهور الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر استشهاد الأمراء الثلاثة لدليل على ما جعله الله فيه من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء ويؤخذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخلجه عن كونه صابر الرادية إذا كان قلبه مطمئن بل قد يقال إن من كان ينزع بالمصيبة ويعالد نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يباني بوقوع المصيبة أصلا خمسة أفاد المسلمون بروسا وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول معروم في مستقبل جهادهم معهم حيث تعرفوا على عددهم وعدتهم وخطتهم العسكرية وطبيعة أرضهم التي وقع فيها القتال ستة إن في مواقف الأمراء الثلاثة دليلا على مدى قوة الإيمان الذي يحدك الصحابة رضي الله عنهم نحو نيادين الجهاد الفصل الحادي والعشرون السرايا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكة المبحث الأول سرية ذات السلاسل بعد عودة سرية مؤتة إلى المدينة بأيام قليلة وبالتحديد في جماد الثانية من سنة ثمان هجرية كما ذكر ابن سعد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن قضاعه بدأت تتجمع مرة أخرى تريد الدنوع من المدينة فأرسل إلى عمر الدنعاص فلما جاءه قال له إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رعبة صالحة فقال له عمر يا رسول الله لا أسلمت من أجل المال ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح ثم بعثه في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار ليقضي عليهم في ديارهم وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعه من بلي وعذرة وبلقين على ذلك العذو لأن أم عمر كانت من بلي وفي ذلك استئلاف لهم وعندما وصل في مسيره إلى ماء بأرض جذان يقال له السلسل وبه سمية السرية بلغه كبر جمعهم فأرسل رافع بن مكيث الجهني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمده بمئتين من المهاجرين والأنصار عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وفيهم أبو بكر وعمر وطلب من عمر وأبي عبيدة أن يتطاوع وعندما أصر عمر على تولي الإمامة في الصلاة لم يرد أبو عبيدة أن يخالفه في هذا امتثالا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبو عبيدة على المهاجرين وعمر بن العاص على الأعراب وأمرهم بالإغارة على بكر فانطلق عمر فأغار على قضاعه لأن بكر أخواله فأطاعه أبو عبيدة ولم يخالف أبو عبيدة في ذلك لأنه لم يرد الخلف ويستبعد هذا التعليل الذي ساقه الشعبي وصار عمر بن نيس حتى وطئ بلاد بني ودوخها حتى أتى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا فعاد بعد هذا إلى المدينة وفي طريق العود احتلم عمر في ليلة باردة فتيمم ولم يتسل غسله لجناب خشية البرد مستندا إلى قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ثم صلى بالناس وقد أقر رسول صلى الله عليه وسلم هذا لاجتهاد منه وعندما أصابهم ضرد أمرهم عمر بأن لا يُقِدوا نارا ولا يتبعوا العدو واعترض بعض المسلمين على ذلك وعندما شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر كان في أصحابي قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم عندما يُقِدون النار ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين فأعجب ذلك رسول الله ثوائل فقهية في أحداث هذه السرية واحد إن في خبر تأمير عمر بن العاص على جيش فيه أبو بكر صديق رضي الله عنه دليلا على جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الإمارة أو الولاية فعمر خبير حرب اثنان وفي حديث تيمم عمر جواز تيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء البارد ثلاثة وفيه جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين أربعة جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في خبر تيمم عمر وصلاته وهو جنب المبحث الثاني سرية أبي حضرد إلى الغابة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عدد كثير حتى نزل الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذا اسم وشرف في جشن فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حضرد الأسلمي وردلين من المسلمين ليخرجوا إليه فخرجوا وتمكن ابن حضرد من قتل رفاعة بن قيس وهرب قومه فأخذوا ما قدروا عليه من النساء والأولاد وما خف معهم من أموالهم واستيقوا إبلا عظيما وغنما كثيرا وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابن حضرد رأس رفاعة فأعطاه رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر بعيرا من تلك الإبل وذكر الطبري أن هذه السرية كانت في شعبان سنة ثمان من الهجرة وأميرها أبو قتادة المبحث الثالث سرية أبو قتادة إلى بطن إضن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى إضن فيها أبو قتادة ومحلم ابن جثامة ابن قيس حتى إذا كانوا ببطن إضن مر بهم عامر ابن الأبضة الأشجعي فسلم عليهم بتحيات الإسلام فأمسكوا عنه ومع ذلك حمل عليه محلم فقتله لشيء كان بينهما وأخذ بعيره ومتاعه وفي ذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغون عرض الحياة الدنيا وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفض أن يستغفر لمحلم عندما طلب منه ذلك وهم بحنين وقالوا إنه عندما مات بعد سبعة أيام من هذا دفنوه فلفظته الأرض مرتين فما كان من قومه إلا أن وضعوه بين جبليه ثم رسوا فوقه الحجارة حتى واروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه ذلك والله إن الأرض لا تطابق على من هو شر منه ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه وقد ذكر المحدثون أكثر من سبب في نزول هذه الآية فقد روى البخارين أنها نزلت في مسلمين مر بهم رجل في غنيمته وألقى إليهم السلام فقتلوه وأخذوا غنيمته ورواه بنحو مثل رواية البخاري أحمد والتلميلي والحاكم وروا البزار بسنده إلى ابن عباس أنها نزلت في المقداد ابن الأسود عندما بعث في صرية وتفرق العدو وبقي رجل معه مال كثير وشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل ويبدو من هذه التفاسيل أن الحادثة قد تكررت وأن الآية قد نزلت في غير واحد وكانت هذه السرية في أول شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة وذكر الواقدي عن سبب بعث هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد غزو مكة بعث أبا قتاله في ثمانية نفر إلى بطن إضم يظن الضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجه إلى تلك الناحية ولتذهب بذلك الأخبار فائدة ودروس في هذه السرية واحد إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمقداد كذلك كنت تخفي إيمانك قبل لفتة كريمة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى أيام ضعفه فإنه إن فعل استبد به الغرور وملكه الأشر والبطر الفصل الثاني والعشرون غزوة فتح مكة كان من ضمن شريط صلح الحديبية واحد أنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل اثنان ومن شاء يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فدخلت خزاعة في عقد محمد وعهده ودخلت بن بكر في عقد قريش وعهدهم فمكتوا في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو السمانية عشر شهر ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء قبله الوتير وهو قريب من مكة وقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم على خزاعة بالكراء والسلاح وقاتلوهم معهم للدغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنجدت خزاعة بالمسلمين وقدم عمر بن سالم الخزاعي إلى المدينة فأنشد أبيات من الشعب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم فما برح حتى مرت بهم سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ويذكر ابن إسحاق أن بني بكر لم يتركوا مطردة خزاعة وقتلهم حتى داخل الحرم وبلغ عدد قتل خزاعة 20 رجلا وذكر موسى بن عقب أن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف قريش صفوان بن أمية وشهيبة بن عثمان وشهير بن عمش وأن الإغاثة كانت بالسلاح والرقيق وفي رواية لابن حجب في المطالب العالية وأخرى في الفتح إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية ختل خزاعة أو البراءة من حلف بني بكر أو الحرب فاختارت قريش للحرب ولأن هذا التصرف من قريش يعد نقضا لمعاهدة وصلح الحديبية فقد نذنت قريش على فعلتها ولذا عندما انصرف ضمرا أرسلت أبا سفيان إلى النذينة لتجديد المعاهدة والمشهور أن قريش عندما خافت من نتائج فعلتها كانت هي التي بادرت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلغ المسلمين الخبر وعندما جاء إلى المدينة لم يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم عبو باشرة بل ذهب إلى أبي بكر ثم عمر ثم فاطمة ثم علي فردوه جميعا وأغلظ عليه عمر فعاد إلى مكة خائبة وكان أبو سفيان عندما قدم إلى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بنيه ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس ولم أحد أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لقد أصابك يا بنيه بعدي شر ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله بالجهاز ولم يسمي لهم الجهة التي يقصدها ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة وعمرهم بالجد والتهيط وقال اللهم خذ العيون على الأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها فتجهز الناس وقال حسان في ذلك شعر يحرد الناس ويذكر مصاب خزانه واستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم القبائل التي حول المدينة سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفاء فمنهم من جاءه وهو بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة حتى بلغ جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل لم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار وبلغ ما حشدته المزينة من رجالها ألف مقاتل وسلين كذلك ألف أو سبعمائة ولما تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخروج أرسل حاطب بن أبي بلتاعة البدري كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد في أثرها وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينه معها كتاب فخذوه منها الوجب الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد للحصول على كتاب حاطب بن أبي بلتاعة إلى ناس بمكة ولما تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخروج أرسل حاطب بن أبي بلتاعة البدري بل أرسل حاطب بن أبي بلتاعة البدري كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد في أثرها وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضاينة معها كتاب فخذوه منها وعندما أدركوها في المكان المشار إليه طلبوا منها إخراج الكتاب فأنكرت وجوده معها فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب فأخرجته فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال له يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأة ملصقا في قريش حليفة ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعله ارتداذا عن ديني ولا ربا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرة وما يدريك لعل الله طلع على من شهد بدرة وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل وفي رواية فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة وكانوا صياما حتى بلغوا كديدة فأفطر وأفطر الناس والذي اتفق عليه أهل السيار والنغازي أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه واختلفوا في تاريخ الفتف ما بين ثمتى عشرة وثلاث عشرة وست عشرة وسبع عشرة وثمان عشرة وتسع عشرة من رمضان واتفقوا على أنه في رمضان سنة ثمانين كما جاءت بذلك روايات عند مسلم واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبارهم كلثوم بن حسين ابن عطبة ابن خلف الغفاري وقبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة جاءه بعض زعماء قريش فأعلنوا إسلامهم منه ابن عمي أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطرب أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقد جاءه بالأبواء وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة وقد جاءه بين السكية والعرج وكان من ألد خصوم الإسلام خاصة أبو سفيان الذي ظل على مدى عشرين سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب ولكنه عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما موقفه يوم حنين حين فر الناس فصمد مع الرسول صلى الله عليه وسلم صمودا مشهودا وسيأتي خبر ذلك في مكانه أما عبد الله بن أمية أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبيها فقد دافع عن الإسلام بقوة واستشهد في حصار الطائف ولقيه ببعض طريق عمه العباس وذكر ابن هشام من ذلك أنه كان بالجحفة وهو مهاجر بأياله إلى المدينة وقيل إن العباس أسلم قبل بدر بل قبل الهجرة إلى المدينة قال ابن حجر وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة يعني حين سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة تفاتحة وقيل قبل ذلك وليس ببعيد فإن حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط فيه ما يؤيد ذلك ففي القصة أن العباس عندما سمع برواية الحجاج عن مهزان المسلمين أم خيبر واستباعاتهم وأسر رسول صلى الله عليه وسلم قاعد ولم يستطع القيام من هول الخبر على نفسه وأخذ ابنا له يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قثم فاستلقى ووضعه على صدره ويقول حبي قثم شبيه ذيل أنف الأشم نبي ربي ذيل نعم برغم أنف من رغم حبي قثم شبيه ذيل أنف الأشم نبي ربي ذيل نعم برغم أنف من رغم وأرسل غلاما له إلى الحجاج بن علاط يستعلمه الخبر فطمأنا الحجاج الغلام وعندما جاء الغلام وبشر العباس وثب فرحة حتى قبل بين عينيه وعندما أخبره بما قال الحجاج أعتقاه وعندما جاء المسلمون أخبرهم الخبر وسروا بذلك سرورا عظيمة وزالت عنهم الكآبة وقد جدم ابن عبد البر بإسلامه قبل خيبر استنادا إلى حديث الحجاج بن العاطم هذا ويقول ابن حجر في ترجيحه إسلام العباس قبل فتح مكة وأما قول أبي رافى في قصة بدر كان الإسلام دخل علينا أهل البيت فلا يضل على إسلام العباس حينئذ إنه كان ممن أسر يوم بدر ففدى نفسه وعقيل ابن أخيه أبي طالب ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به والذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن عبد الرحمن أن العباس أسلم قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه بأمر رسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة الدعوة وخاصة تزويل الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران مكان بين مكة والمدينة ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أبي سفيان إلى المدينة حين أعاموا بني بكر على خزاعة فأرسلوا أبا سفيان وحكيم بن حزان وبوديل بن ورقاء ليتحسسوا الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالتقى بهم العباس راكبا بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسول يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم مكة وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعسكر بمر الظهران وكثرة ميرانه وقد ظن أبو ديل أنها خزاعة وعرضه أبو سفيان في هذا فأخبرهم العباس بأنه جيش المسلمين فوافقه وأردفه على البغلة ولما رأاه عمر أراد قتله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرفه عن هذا وعندما أدخل العباس أبا سفيان على الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يدعوه إلى الإسلام شطرا كبيرا من تلك الليلة فألان القول وتردد فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به في صباح اليوم التالي وفي الصباح قبل أبو سفيان الإسلام بعد تردد وطلب العباس من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه يحب الفخر فوافق وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى تمر به جنود الله فيراه ففعل حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين عندما كانت تمر بهم كتائب المسلمين بمر الظهران حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمة فقال العباس ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة قال فنعم إذن وعندما رأى أبو سفيان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأنه لا قبل لهم بما جاء به محمد وقال لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد أما بديل وحكيم رفيق أبي سفيان فقد أسلم بمجرد دخولهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان قال سعد بن عبادة حامل رايتهم اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فاحتج أبو سفيان على هذا القول فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كذب سعد أي أخطأ ولكن هذا يوم يعظم فيه الله الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة وأخذ الراية من سعد ودفعها إلى ابنه قيس ولكن سعد انطلب منه أن يصرف ابنه عن الموضع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك وقيل أنه دفع رايه إلى زبير بن العوان فدخل زبير مكة بلواءين وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير لقد ذكر الواقدي تفصيلا دقيقا لتوزيع الرايات والألوية على قادة الجيش الإسلامي وأسماء الرسل الذين أوفدهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستنفار القبائل وعدد أفراد الجيش الإسلامي وعدة كل قبيلة وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل مرة الظهران عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميصرة وقلب فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى والزبير على المجنبة اليسرى وأبو عبيدة على الرجالة وكانت راية الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض وقد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين وقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم وصارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفة ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وكلمة بن أبي جه وسهيل بن عمر واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها ودخل رسول صلى الله عليه وسلم مكة من أعلى من جهة كداء خاشعا شاكرا يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته ودخل ابن الوليد من أسفلها والتحم خالد عند الخندمة مع بعض المشركين فاستشهل اثنان من فرسان المسلمين وقيل ثلاثة وقيل قتل من المشركين اثنى عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا بالشك وقيل قريب من عشرين رجلا ومن هذيل ثلاثة أو أربعة وقيل أربعة وعشرون من قريش وأربعة من هذيل وقيل سبعون قتيل ومن القرائم التي ترجح رواية موسى بن عقبة باعتبار أنه من رجال الجماعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد والواقدين قولوا أبي سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم والظاهر من الأحاديث أن هذا القتل الذي حدث لم يكن ليحدث لو احترم كل المشركين الأمان الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ذلك الأمان الذي فسره بعض الأمصار بأنه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في قريته ورأفه بعشيرته فأخبره الوحي بما قالوا فخاطبهم قائلا كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليه وبكون ويقولون والله ما قل الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله فقال لهم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم فأخبر بعض الناس إلى دار أبي سفيان والبعض الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم لقد استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الإهلان أربعة رجال وامرأتين إذ أعلن إهدار دمائهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة ورجالهم أكلمة بن أبي جال وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن أبي صرح وقد قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وقتل مقياس في صوق مكة واختفى أكلمة وابن سعد حتى ضمن الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء مسلمين وحقنا دمهما والمرأتان هما فارتنا وسارة وقيل فارتنا وأخرى كانت جاريتين لابن خطل وأن سارة كانت لأكلمة ابن أبي جهل وأما قيمة ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها فأمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن لها وعاشت إلى زمان عمر فوطئها رجل بفرس فقتلها ويذكر الحافظ أن عدد الذين أهدر رسول صلى الله عليه وسلم دماءهم تسعة من الرجال وست أو ثمان من النساء وذلك للاختلاف في القينتين إذ يحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان ومن من ذكره من غير ما ذكرنا الحويرث بن نقيد نخس بائر ابنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثون يوم هجرتهما فرمى بهما إلى الأرض فقتله علي وهبار بن الأسود الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين هجرت فنخس بائرها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جمينها ففر يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه والحارث بن طلاطل الخزاعي فقتله علي وكعب بن زهير وقد جاء بعد ذلك وأسلم ووحشي بن حرب قاتل حمزة هرب إلى الطائف ثم جاء في وفد ثقيف وأسلم وحسن إسلامه وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت وذكر الواقديو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة أكرمه وهبار بن سعد ومقياس والحويرث وابن خطل وهند بن عتبة وساره مولاة عمر بن هشام وقيمتين لأبي خطل وسبب إهدار النبي صلى الله عليه وسلم دم هؤلاء كما هو راضح من سيرتهم ما ألحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين وكان في إهدار دمهم عبرة للطغاة والمستهترين بأرواح الأبرياء في كل زمان ومكان أحل الرسول صلى الله عليه وسلم لخزاعه أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العصر وذلك لما كان منهم بالوتير وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر وبيّن حرمة بكة وعندما قتلت خزاعه رجلا من بني بكر في اليوم التالي بمزدرفة وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودفع دية البكري وقيل إن من يقتل بعد ذلك قتيل فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية وذكر ابن إسحاق تفاصيل مقتل هذا البكري واسمه ابن الأشوع الهذلي وقتله خراش بن أميا لقتله أحد فرسان خزاعه واسمه أحمر وأعلن رسول صلى الله عليه وسلم العفو عن عامة أهل مكة عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لا تثنب عليكم اليوم يغفر الله لكم وفي رواية أنه قال لهم اذهبوا فعنتم الطلقاء ولذا عرفوا في التاريخ بالطلقاء وكان هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين وقال نصبر ولا نعاقب مختارا العفو والصبر تفضرا واحتسابا وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حرمة مكة وأنها لا تغزى بعد الفتح وأعلى من مكانة قريش وأمر أن لا يقتل قرشي صبرا بعد يوم الفتح إلى يوم القيامة واستثن الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من معاملة البلاد التي تفتح عنوه وذلك لقدسيتها فحرم القتل أو السبي فيها وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في أيدي أصحابها ولم يفرض عليها خراجا ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها يسكن أهلها فيما يحتاجون إليه من دورها وما زاد عن حاجتهم فهو لسكن الهجاج والمعتمرين والقاصدين المسجد الحرام وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضيها وإجارة منازلها واستدلوا في ذلك بآثار قوية بينما أدلة المانعين لذلك آثار مرسلة ومنظفة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة ضربت له بالحجون في المكان الذي تعقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين وهو خيف بني كنانة ويعرف ذو المحصب لأن داره قد أخذها عقيل بن أبي طالب وهو لا يرثه لأنه كافر ولم يرث علي وجعف شيئا من الدور لأنهما مسلمان وقد مات أبوهما كافر إضافة إلى أن عقيلا وطالبا باعا كل الدور وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه وشارك بيده في تكسيرها وهو يقرأ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكان عددها ستين وثلاثمئة وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام فلتخت بالزعفران ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها وقال قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام وفي رواية قال هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم وفي رواية أن صورة مريم أيضا كانت داخل الكعبة ووجد حمامة من أيدان فكسرها ورمى بها خارج الكعبة وعندما طهرت الكعبة دخلها وصلى بها ركعتين ثم خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة ثم لبس عمامة سوداء وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس في طوافهم وتعليما للأمة الإسلامية وأمر بلالا أن يؤذن فعلى بلال على ظهر الكعبة فأذن عليها فقال بعض دني شعيد بن العاص لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة وقال بعض زعماء قريش بنحو هذا وعندما تم تطهير البيت الحرم من الأصنان أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعوثا إلى مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي بها فقد أرسل خالد بن الوليد في ثلاثين رجل إلى بطن نخلة من ديار ثقيف لهدم العزة صنم مدر وقريش وكنانة فهدمها وكان ذلك لخمس ديالي نقين من رمضان وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى صنم مناه بالمشلن من ناحية قديد وهو القديدية الآن وهو صنم يعظمه العرب وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامها فهدمها وذلك لست البطين من رمضان وأرسل عمر بن العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمها وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية أفرأيتم اللات والعزة ومنعت الثالثة الأخرى واجتمع الناس لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على السماء وطاتل الله ورسوله فلما فرغ من بيعك الرجال بايع النساء واجتمع إليه نساء قريش فيهن هند بنت أتبة زوج أبي سفيان متنقبة متنكرة لما كان من صنعيها بحمزه رضي الله عنه يوم أحد فلما دنون منه ليبايانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال سنؤتيك قال وَلَا تَسْرِقْنِي قالت وَاللَّهِ أَوْلَا أَوْلَادَكُنْ قالت قَدْ رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا وَقَتَلْتَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ كِبَارًا فأنت وهم أعلم فضحك عمر من قولها حتى استغرب قال وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْضُ لِكُنَّ فقالت وَاللَّهِ إِنَّ إِتْيَانَ الْبُهْتَانِ لَقَبِيْحِ وَلَبَعْضُ التَّجَاوزِ أَمْثَلْ قال وَلَا تَعْصِينَنِي فِي مَعْرُوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بايعهم واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعهن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له وقثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام بالآية لا يشركن بالله شيئا وما مست يده يد امرأة أجنبية وكان من أبرز النتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادلون بإسلامهم لأنهم كانوا ينتظرون النتيجة الصراع بين المسلمين وقريش فقد روى البخاري من حديث عمر بن سلمة الجرمي قوله وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح يقولون انظروا فين ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وكانت هذه النظرة للقريش لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريح ولد إسماعيل وناصبة الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتحت مكة ودانت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوته فدخلوا في دين الله أفواجه كما قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء مصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء إقامته بمكة عدة خطب بيّن فيها أمورا وأحكاما مختلفة ففي الخطبة الأولى التي كانت على باب الكعبة بيّن ديات الخطأ شد العمد وألغى مآثر الجاهرية وثأراتها واستثنى من أمور الجاهرية سقاية الحاج وسدانة البيت وأعلن في الخطبة الثانية ألا إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهرية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أغفاهم يرد صراياهم على قعيدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا خبب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دولهم وأعلن في الخطبة الثالثة تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقاطاتها وتحريم القتال فيها وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار وهو رقت الفتح وقال لا هجرة بعد الفتح ويبقى الجهاد والمية ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد ولم يبايعهم على الهجرة وبين في الخطبة الرابعة أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أيود وإما أيقاد الأحكام والدروس والأعباط والعبر المستفادة من أحداث غزوة الفتح واحد جوز الصوم والفطر في سهر رمضان للمسافر في غير معصية فقد أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بلغ كديدا أو كما ذكرنا اثنان صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضفة ثماني ركعات خفيفات فاستدل القوم بهذا على أنها سنة مؤكدة ثلاثة إن أحق المصلين بالإيمان وأكثرهم حفظا للقرآن كما في حديث عمر بن سلم أربعة قصر الصلاة الرباعية للمسافر فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة خمسة إقرار أمان وجوار النساء حيث أنب الرسول صلى الله عليه وسلم جوار أم هانك لرذلين من أحمائها ستة تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إذاحته لمدة ثلاثة أيام ويرى نوعي أنه وقع تحريمه وإذاحته مرتين إذ كان حلالا قبل غزوة خيبر فحرم يومها ثم أضيح يوم الفتح ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد ويرى ابن القيم أن المتعة لم تخرم يوم خيبر وإنما كان تحريمها فقط يوم الفتح وله في هذا منقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح والمتفق عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح سبعة قرر رسول صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما جاء ذلك في حديث ابن وليدة زمعة ابن زمعة فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه ثمانية اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة وذلك من خلال قصة صفوال ابن أمين وأكرمها ابن أبي جهل إذ أسلمت زوجتهما قبلهما ثم أسلم قبل انقضاء عدتيهما تسعة عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرضه بمكر واستشارة الرسول فلالله عليه وسلم في أن يوصي بأكثر من الثلث عشرة يدوذ للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة أهياله بالمعروف دون علمه إذا امتنا عن النفقة كما في خبر هند بنت أتبة حادي عشر تحرين بيع الخمر والميتة والأصنام ثاني عشر جواز خضاب الشيب بالحناء أو السفرة وتحرين خضابه بالسواد كما في قصة أبي قحافة والد أبي بكر مصديق رضي الله عنه حين أمر رسول صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه ومن حكمة ذلك أنه مخالطة لليهود والنصارى ثالث عشر أنه عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها لإيمان كما في قصة المرأة المخزومية التي سرقت فتشفع فيها أسامة بن زيد فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم منه ثم قال إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لقطعت يدها رابع عشر نهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة ما دامت لا تقاتل كما جاء مبينا في قفة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح فقال ما كانت هذه تقاتل وجاء النهو عن قتل النساء والصبيان مطلقا غير مقيد بغزوة أو سرية معينة خامس عشر إداء الرسول صلى الله عليه وسلم تقديره لأبي بكر رضي الله عنه وذلك عندما أتى أبو بكر بأبيه يقوده وهو كثيف فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه فيه فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت ثم أجلشه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ أبا بكر بإسلام أبيه انتهى الشريط السابع عشر من جباب السيرة النبوية في ضوء المصابر الأصلية دراسة تحليلية وله بقية على الشريط الثامنة الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية نتابع القراءة في الأحكام والدروس والعظات والعبر المستفادة من أحداث غزوة الفتح سادس عشر جواز دخول مكة بغير إحرام لمن يريد العمره أو الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام سابع عشر إن أهل العهد إذا حاربوا بعضهم أو جميعهم من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك ولم يبق بينهم وبينه عهد فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابزين لعهده ثامن عشر إن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح أو وجدت علة مانعة استبقاه كما في قصة حاطب تاسع عشر جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة كما في قصة المرأة التي كانت تحمل رسالة حاطب وموخف علي والمقداد منها عشرون إن رجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به بل وثاب على نيته وقصده واحد وعشرون جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته ومن غير استثابه كما في قصة عبد الله بن أبي الصرح الثاني والعشرون أما ما يتعلق بأحكام الهجرة فقد سبق ذكرها في فصل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وفي فصل هجرة المسلمين إلى الحبشة سرايا وبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الفتح وهو بمكة واحد بعثة خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة في شوال سنة ثمان من الهجرة بعد مرجعه من هدم العزة وذلك خلال إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة أيام الفتح وقد خرج فيه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم ليدعوهم إلى الإسلام وعندما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولوا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع كل رجل من السرية أسيرة ثم أمرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أي الأسرة فأبى جماعة منهم ذلك فيهم عبد الله بن عمر حيث قالوا الله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة وعندما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين وذكر ابن سعد أن بني سليم هم الذين قتلوا من بأيديه من الأسرة أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا ذلك وأطلقوا أسرهم ودر كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حتى كان بينهما شر فقد خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في الجاهلية ولعل هذا الذي وقع بينهما هو ما أشار إليه الحديث المروي عند مسلم وغيره كان بين ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم وزادهم فيها تطيبا لنفوسهم وضراءة من دمائهم وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطئا وذلك بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على فعله وقد رأى ابن إسحاق قصة فتى أسير من بني جذيمة إذ طلب من ابن أبي حضرد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتكلم مع نساء لهم ثم يعيده ليصنع به ما يراه فأجابه إلى طلبه فجاء به فوقف عليهم ثم قال أسلمي حبيش على نفاد من العيش ثم قال شعرا عاطفيا قويا يخاطب به فتاة يعشقها من بين تلك النسوة فردت عليه قائلة وأنت فحييت سبعا وعشرا وثمانيا تترى ثم انصرف به ابن أبي حضرد فضربت عنقه فقامت إليه معشوقته فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده وعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصتها قال أما كان فيكم رجل رحيم ومن البعوث التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم خلال إقامته بمكة للإغارة على المشركين بعث هشام بن العاص في مئتين من الصحابة إلى جهة يلملم وبعث خالد بن سعيد بن العاص في ثلاثمائة من الصحابة قبل عرنة ورد الحديث المتعلق بالفتى ومعشوقته في رواية النسائي المشار إليها بإسناد صحيح كما ذكر ابن حجر في الفتح في الجزء السادس عشر في صفحة الخامسة والسبعين والمئة وقد رواها البيهقي في الدلائل وابن حبان في صحيحه في موارد الضم وكذلك في موارد الضمآن بحديث رقم ستة وتسعين وستمائة وستة آلاف وعزاه الطبراني في الكبير والأوسط وقال المحقق محمد عبد الرزاق حمزة وإسناده حسن كذا في مجمع الزوائد الفصل الثالث والعشرون غزوة حنين والطائف المبحث الأول غزوة حنين أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما حتى جاءت هواز وثقيف فنزلوا بحنين يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وهم يظنون أنه إنما يريدهم فلما أتاهم أنه قد نزل مكة أخذوا في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته وقبل أن يهاجمها وقد أرادوها موقعة حاسمة ولذا حشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله وكان يقودهم مالك بن عوف النصري واستنفروا معهم غطفان وغيرها وممن جمعهم بن عوف بن نصر قومة وبن جشم وبن سعد ابن بكر وجماعات متفرقة من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمر بن عامر وعوف بن عامر وثقيف كلها في أحلافها وبن مالك وتخلف عنهم من هوازم كعب وكلاب وخرج على رأس بني جشم يوم ذاك دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه لأنه كان شيخا مجربا عارفا بالحرب فأنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء فلم يعمل مالك برأي دريد وقال دريد في شأن غياب كعب وكلاب غاب الحد والجد ولو كان يوم علاء ورفعه لم تغب عنه كعب ولا كلاب ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب وذكرت له أقوال أخرى تدل على تجربته في الحروب وتوقعه الهزيمة لقومه لأن الرأي كان لمالك وهو صغير السن ثلاثون سنة غير مجرب بل اتهم مالك دريد بأنه كابراء وقل علمه وأقسم على هواز بأن تطيعه هو وإلا انتحر فأطاعوه فأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين ثم يشدوا شدة رجل واحد وكانت خطة مالك في الحرب أن رتب جيشه في صفوف حسنة وقدم الخيل ثم الرجالة ثم النساء ثم الأغنام ثم الإبل وقد بلغ جيشه أشرين ألف فسار بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حضرد الأسلامي ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم فجاءهم ومكث فيهم يوما أو اثنين ونقل خبرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل هذا الخبر الذي نقله ابن أبي حضرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والذي تبسم له الرسول صلى الله عليه وسلم وعلق عليه بقوله تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله وذلك عندما اقتربوا من العدو وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم فاستعار من يعل ابن أمية ثلاثين بعيراً وثلاثين درعاً أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف وتبوك واستعار مئة درع من صفوان ابن أمية وكان من المؤلفة قلوبهم وأعادها إليه بعد غزوة حنين وشكره على ذلك ويروى أنه استقرض من حويطب بن عبد العزة أربعين ألف درهم وتقبل معونة قدرها ثلاثة ألاف رمح من نوفل بن الحارث بن عبد المطالب وبعد أن أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوم خرج إلى حنين لست خلت من شوال وقيل لليلتين باقيت من رمضان وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال وكان وصوله إليها في عاشره واستعمل عتاب بن أسيد ابن أبي العيص أميرا على مكة وقد ثبت في الصحيحين أن الطلقاء قد خرجوا معه إلى حنين دون تحديد لعددهم وقال أهل المغازي إنه خرج معه ألفان من أهل مكة الطلقاء مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه لفتح مكة فأصبحوا إثنى عشر ألفا وهو أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين ولهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة وعبر أحدهم عن هذا الشعور جهرة وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبهم القرآن وذكرهم بعدم الاتكال إلا على الله وحده وإلا وكلهم إلى أنفسهم ولق لهم درسا بليغا في هذا الشأن فقال تعالى وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدِبِرِينَ وحكى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قصة نبي أعجبته كثرة أمته فصلت الله عليهم الموت وعندما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من حنين وحضرتهم صلاة الإشاء أمر أحد الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادي حنين فأدى الصحابي المهمة ونقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبرهم وأنهم قد خرجوا بضعنهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى وعندما حانت ساعة النوم تطوع أنس بن أبي مرثد الغنوي بحراستهم إلى الفجر فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالجنة وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها والذي نفسي بيده لتركبوا النسنن من كان قبلكم وفي هذا دليل على أن قلوب هؤلاء لم تتشر بالإسلام بعد لحداثة عهدهم به بل رؤية أن ثمانين من الطلقاء قد خرجوا وهم على الكفر وإذا كان الحال كذلك فلا غرابة من أن يعبر كلده ابن الحنبل أخو صفوان ابن أمية لأمه بل يعبر وهو أحد طلقاء عن فرحته بإدبار المسلمين في الجولة الأولى قائلا ألا بطل السحر اليوم فقال له أخوه صفوان وهو على شركه آنذاك أسكت فضى الله فاك فوالله لأي يرياني رجل من قريش أحب إلي من أن يرياني رجل من هواز وكان يقف زعماء مكة خلف الجيش ينظرون لمن تكون الدائرة منهم أبو سفيان وصفوان ابن أمية وحكيم ابن حزام وكان صفوان في المؤخرة ويرسل غلاما له ليأتيه بالأخبار من المقدمة وعندما انهزم المسلمون في الجولة الأولى كان أبو سفيان ينظر إليهم وهو يحمل الأزلام ويقول لا تنتهي هزيمتهم دون البحر بادرت هوازن إلى حنين فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادي وفرقوا كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق وأصدر إليهم قائدهم أمره بأن يرشق المسلمين بالسهام عند دخولهم ودي حنين المنحدر ثم يشد عليهم شدة رجل واحد وشجعهم بأن المسلمين لم يلقوا من قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية بالحرب وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه بالسحر وعقد الألوية والرايات ورتب الجند في هيئة صفوف منطظمة واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح وانحذروا فيه تتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد وفي طليعتها بن سليم منذ خروجه من مكة وعند دخول المسلمين الوادي حملوا على هواز فانكشفوا فأكب المسلمون على ما تركوه من غنائم وبينما هم على هذه الحال استقبلتهم هواز وامطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئ أحدا ولم يكن المسلمون يتوقعون هذا فضاقت عليهم الأرض بما رحبت فولهم مجبرين لا يلوي أحد على أحد وانحاذ الرسول صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وهو يقول أين الناس هل أمه إلي أنا رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله ومما يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعة أن بعضهم قد خرجوا خفافا عجلين دون استعداد حربي كامل لا سيما بعض الشباب الذين خرجوا حاسير الرؤوس وليس معهم السلاح الكافي وكان أول من أدبر خيالة المسلمين ثم المشاه وفر معهم الطلقاء والأعراب ثم بقية الجيش حتى لم يثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد سوى أبي سفيان بن الحارث وجماعة قليلة ومما يدل على الدور الكبير للطلقاء في هذه الهزيمة أن أم سليم بنت ملحان طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم بحجة أنهم منهزموا عنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمططي بغلة له بيضاء أو شهباء تسمى دلدل وهو يركضها وسفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس آخذ بلجام البغلة يكفانها عن الإسراء نحو العدو وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح للكر ولا للفر ولا للهرب وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوئه باسمه ليعرفه من يعرفه وما هذا إلا ثقة بالله وتوكل عليه وعلم منه بأنه سينتصر ويظهر دينه على سائر الأديان وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان قوي الصوت أن ينادي الناس بالثبات وخص منهم أصحاب بيعة الرضوان فأسرعوا إليه كما تسرع الأمهات إلى أولادها ثم خص الأنصار بالنداء ثم بني الحارث ابن الخزرش فطاروا إليه قائلين لبيك لبيك ودارت المعركة قوية ضد هواز ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بغلته وهو يدعو الله أن ينصرهم وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأخذ يقاتل والصحابة يقاتلون معه ويتقون به لشجاعته وثباته كعادتهم في مثل هذه المواقف العصيبة وعندما رأى الفارون موقفه وثباته وسمعوا صوت العباس يناديهم جاءوا مسرعين ملبين الدعوة قائلين لبيك لبيك حتى إن من لم يستطع أن يثني بعيره يتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالد الأعداء قال رسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى المعركة تشتد هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ حصيات أو ترابة فرمى به وجوه الكفار وهو يقول شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبطة فولوا مدبرين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هزموا رب محمد وفي رواية أخرى إن هزموا رب الكعبة مرتين وفي ضوء هذه الكيفية التي انهزم بها المشركون والمعجزة التي أجراها الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يفهم قول الله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فقد حكى أحد أفراد جيش هواز أنهم عندما أرادوا الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال بينهم وبينه رجال كسانوا الوجوه فقالوا شاهة الوجوه فارجعوا فهزموا من ذلك الكلام وحكى شيبة ابن عثمان أنه عندما أراد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ثأرا لأبيه وعمه الذين قتلهما علي يوم بدر رفع له شواض من نار حال بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه البرق فخاف أن يحرقه فوضع يده على بصره وتقهقر والتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدنوا منه فدنى منه فقال اللهم أذهب عنه الشيطان فقذف الله الإيمان في قلبه وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار وفي رواية أخرى أن شيبة قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أرى خيلا بلغا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر فضرب على صدره ثم قال اللهم هد شيبة ثلاثا فانقلب بغض الرسول حبا عظيما وروا ابن إسحاق من حديث جبير بن مطعم أنه رأى قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل الكساء الأسود أقبل من السماء حتى سقط بينهم وبين القوم فنظر فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي لم يشك أنها الملائكة ثم لم يكن إلا هزيمة القوم لم يثبت المشركون طويلا في هذه الجولة الثانية من القتال ففروا في نهاية اليوم مخلفين وراءهم كثيرا من القتل والأموال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بتعقب الفارين وجزهم وذلك لكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى ولذا عندما فرغ من حنين بعث أبا عامر عبيد بن سليم ابن حضار الأسلمي على جيش إلى أوطاس لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن الصمة فجالدهم عامر حتى استشهد وطلب من أبي موسى الأشعري الذي خلفه في القيادة أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه وأن يطلب منه أن يستغفر له فأكمل الأشعري المهم وهزم الله على يديه الأعداء وبلغ رسالة عامر فدعى الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي عامر وفي رواية أنه عندما انه هزم المشركون إن حاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس إلى جبيل أو أكمة فلحق بهم الزبير بن العوام وجماعة من المسلمين فقضوا على ثلاثمائة منهم منهم دريد بن الصمة نفسه والذي نرجحه أن الزبير بن العوام كان في جماعة أبي عامر فباشر قتل ابن الصمة لأن رواية البخاري لم تبين القاتل وقيل إن الذي قتله ربيعة ابن رقيع وقيل عبد الله بن قنيع لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين ومقتل وجرح عدد كبير من هواز وثقيف فقد روي أن قتل بني مالك من ثقيف لوحدها قد بلغ سبعين قتيلة ولم يقتل من الأحلاف سوى رجلين حدهما من بني غيارة والآخر من بني كوبة وقتل بأوطاص من بني مالك ثلاثمائة ومعهم دريد بن الصمة كما ذكرنا وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب حيث استحر فيهم القتل حتى قال عبد الله بن قيس وكان مسلمة يا رسول الله هلكت بني رئاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مجبر مصيبتهم وعندما لجأ المشركون إلى أوطاص ولحق بهم المسلمون قتل أبو عامر وحده تسعة إخوة منهم قبل أن يستشهد وقتل أبو موسى الأشعري أخوين من بني جشم بن معاوية وقتل أبو طلحة وحده يوم حنين عشرين رجلا من المشركين وأخذ سلبهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح سلب المشرك لقاتله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذاك عن قتل نساء والأطفال والأجراء وكل من لا يحمل السلاح وذلك عندما مر بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس متزاحمون عليها وقال ما كانت هذه تقتل أما بالنسبة للسبي والغنائم فقد رؤية أن سبي حنين قد بلغ ستة آلاف من النساء والأبناء وأن الأموال كانت أربعة آلاف أوقية فضة وأن الإبل كانت أربعة وعشرين ألف وأن شياه كانت أكثر من أربعين ألف شاه وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السبي والغنائم بالجعرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف كما سنعر ورؤية أن الشيماء بنت الحارث كانت ممن وقع في الأسر فادعت أنها أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وما علامة ذلك قال عضه عضتنيها في ظهري وأنا متوركتك فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة فمتعها وردها إلى أهلها كما طلبت ورؤية أن أمه من الرضاة حليمها السعدية جاءت فأكرمها وبسط لها ثوبة لتجلس عليه وكانت خسارة المسلمين طفيفة جدا فقد استشهر أربعة منهم هم أبو عامر الأسلمي وأيمن بن عبيد ويزيد بن زمعه بن الأسود وسراقه بن الحارث وجرح عدد منهم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن أبي أوفة وخالد بن الوليد وعندما انهزمت هواز وثقيف وأحلافهم تفرقوا في الأودية والجبال فلجأ الثقيف بقيادة مالك بن عوف إلى حصونها بالطائف ولجأ آخرون إلى وادي أوطاص وانحاز بن غيره إلى نخلة وقد تبعت خير المسلمين من سلك إلى نخلة ولم تتبع من سلك إلى الثنايا المبحث الثاني غزوة الطائف بعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هواز في أوطاص ونخلة توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وأوطاص وتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف وأغلقت أبوابها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية للصمود لمدة عام واتخذت وسائل دفاعية تمكنها من الصمود مدة طويلة ورممت حصونها وأوفدت عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش ليتعلم صنعة الدبابات والمجانيق والضبور ولذا لم يحضر حنينا مع قومهما ووصل المسلمون إلى حصون الطائف في نحو نهاية الأسبوع من شوال كما يستنتج من وقائع الأحدث ونزلوا قريبا من حصولهم ثم تحولوا إلى منطقة أكثر بعدا من مدى سهام ثقيف التي تسببت في استشهاد 12 مسلما وجرح عدد منهم وبنوا فيها مسجدا يعرف اليوم بمسجد عبد الله بن عباس وكانت الطائف آنذاك جنوب غربي المسجد ولما كان القتال تراشقا بالسهام على بعد استخدم المسلمون الدبابة حاشية آلة من الخشب السميك المغلف بالجلود مركبة على عجلات مستديرة يدخلوا فيها رجال فيدبون بها الأسوار لينقبوها انتهى لأحتموا بها من السهام حتى يصلوا إلى الحصن فيذقبوه وعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محمى فأحرقت الدبابة فخرج أصحابها من تحتها فأصابوهم بالسهام فقتلوا منهم رجالا واستخدم المسلمون المجانيق في رمي أهل الطائف وهم أول من رمى في الإسلام المجانيق وقد بذلوا الوسعى في الرمي به لا سيما وقد وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم درجة في الجنة عندما قال لهم من بلغ سهم فله درجة في الجنة وقد تبينت روايات الضائفة في من جلب المجانيق أو صنعها فهناك من يذكر أنه خالد بن سعيد ومن يذكر أنه سلمان الفارسي ومن يذكر أنه الطفيل بن عمر وفي محاولة لإضعاف معنويات ثقيف شرع المسلمون في حق بساتين نخيلهم وعنبهم فناشدوه أن يدعها لله وللرحم فاستجاب لهم بعد أن حققت المحاولة أهدافها ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فنزل عليهم ثلاثة وعشرون منهم أبو بكرة نفيع بن مسروح الثقافي فأسلموا فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم وعندما استعصى الحصن على المسلمين واستشهد اثنى عشر رجلا بينما لم يقتل من المشركين سوى ثلاثة دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فك الحصار فاثقل ذلك على المسلمين واستنكروه وعندما كثرت فيهم الجراحات ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فك الحصار مرة أخرى أعجبهم ذلك فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم فارتحلوا والرسول صلى الله عليه وسلم يطمع في هدايتهم ويرفض طلب بعض المسلمين في الدعاء عليهم ويدعو لهم قائلا اللهم مهدي ثقيفا ويروى أن الله لم يأذن له في أهل الطائف لقد تباينت الروايات حول المدة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف فيرى عروه وابن عقبة أنها كانت بضع عشرة ليلة وفي رواية عن عروه أنها كانت نصف شهر ويذكر ابن إسحاق مرة أنها بضع عشرون ليلة ومرة أنها ثلاثون ليلة أو قريب من ذلك ويذكر ابن هشام أنها سبع عشرة ليلة ويروي مسلم وأحمد أنها أربعون ليلة والذي يكاد يتفق مع مجرية الأحداث هو ما ذكره موسى بن عقبة وعروة بن هشام وما في الصحيح أصح عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الجعرانة حيث ترك غنائم حنين قبل أن يتحرك لحصار الطائف وعندما عاد لم يقسم هذه الغنائم سوى بعض الفضة واستأنى بها بضع عشرة ليلة آملا في قدوم هواز عليه ودخولها في الإسلام ثم وزعها بعد ذلك على المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا فقد أعطى مئة من الإبل لكل من عيينه بن حصد من زعماء غطفان والأقرع بن حابس من زعماء ثميم وعلقمه بن علاثة والعباس بن أمية من زعماء قريش وقد أحصى بن إسحاق إثنى عشر رجلا ممن نال مئة من الإبل ستة منهم ذكرهم البخاري ومسلم وممن زادهم على ما في البخاري ومسلم معاوية بن أبي سفيان والحارث بن الحارث ومالك بن عوف والعلاء بن جارية والحارث بن هشام وحويط بن عبد العزة ولم يذكر من قائمة البخاري ومسلم علقمة بن علاثة والعباس بن مرداس وذكر خمسة ممن أعطوا أقل من مئة وأورد ابن هشام قائمة بأسماء تسعة وعشرين رجلا من المؤلفة قلوبهم ممن أعطوا من غنائم حنين ولم يحدد عدد الإبل التي نالها كل واحد منهم وهناك من أوصل عددهم إلى سبعة وخمسين رجلا وكان هذا الموقف تجاه المؤلفة قلوبهم لحكمة وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما غضبوا من هذا التوزيع وحرمانهم من الغنيمة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا بعض أحداثهم إذا كانت الشدة ندعى وطعطى الغنائم غيرنا أو يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركن وسيوفنا تقطر من دمائهم فجمعهم وقال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى يا رسول الله رضينا فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لأخذت شعب الأنصار وقال في رواية ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار وقال إني أعطي قوما أخاف ظلعهم وجزعهم وأكلوا قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء منهم عمر بن تغلب فقال عمر بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم وقال إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر وفي رواية إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم وقال أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وعندما سمع الأنصار ما قاله لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا الحكمة من ذلك التقسيم وبكوا حتى اتلت لحاهم بدموعهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا واتضحت لهم الحكمة عمليا عندما رغب هؤلاء المؤلفة قلوبهم في الإسلام وحسن إسلامهم وانخرطوا في الجهاد إلا القليل جدا منهم مثل عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وقد عبر عن هذه الظاهرة الإمام مالك بن أنس قائلا إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها الوجه الثاني يبدأ حالا نستكمل الكلام عن الحكمة عمليا عندما رغب المؤلفة قلوبهم في الإسلام وعبر صفوان بن أمية عن التحول الذي حدث نتيجة لهذا الموقف الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي ما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي وكان حكيم بن حزام كلما أعطاه سأله المزيد فوعظه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا يا حكيم إن هذا المال خضر حل فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى فقال حكيم والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فلم يأخذ عطاءه من بيت المال حتى توفي وعندما لم تتضح حكمة هذا التقسيم لدى بعض جفات الأعراب أيضا قال أحدهم للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وازدحم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم حتى علق رداؤه بغصن شجرة فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاة شجر الشوك نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا وجبذه أحدهم جبذة شديدة أثرت في عاتقه لخشونة البرد الذي كان عليه وقال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء ودل هذا الموقف من الأعراب على أن معظمهم إنما خرج للمغنم ودل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من تصرفاتهم على صبره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء الأعراب بعدما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم قدم عليه وفد هواز يعلن إسلامهم ويطلب رد الأموال والسبي إليهم فخيرهم بين المال والسبي فاختاروا السبي فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر ومما قال لهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طبنا يا رسول الله لهم فقال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا سوى الأقرى بن حابس الذي تكلم باسم قبيلته تميم وعيينة بن حصن الذي تكلم باسم قبيلته فزارة فوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعويضهم عنها وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وفد هواز عن مالك بن عوف وطلب منهم أن يخبروه إن أتاه مسلما رد عليه أهله وماله ومنحه مئة من الإبل وعندما أخبروه بذلك احتال في الخروج من الطائف خشية أن يقتله قومه ثقيف ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالجرانة أو بمكة فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعد به وأسلم وحسن إسلامه فاستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه فكان يقاتل بهم ثقيفا ومال بعض زعماء ثقيف للإسلام منهم عروة بن مسعود الثقفي فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة بعد أداء العمرة فأعلن إسلامه وعاد داعيا إلى الإسلام في قومه فقتلوه ودفن مع شهداء المسلمين في حصار الطائف حسب وصيته وبعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان من العام التاسع جاء وفد ثقيف معلنا إسلامهم كما سنرى في خبر الوفود المبحث الثالث أهم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين والطائف واحد جواز وطء المسبية بعد الاستبراء جاء ذلك عندما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاص فنزلت الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم اثنان النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا يشتركون في القتال ضد المسلمين ثلاثة إقامة الحد في دار الحرب فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشارب الخمر في حنين أربعة منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات وذلك عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد المخنثين في بيت أم سلمة يصف بادية بنت غيلان الثقفي لأخيها عبد الله ويطلب منه أن يحصل عليها وذلك قبيل حصار الطائف فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم خمسة جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم إذا رأى الإمام أن في ذلك سببا لدخولهم في الإسلام أو كف أذاهم أو فيه مصلحة للمسلمين ستة تشريع العمرة من الجعرانة للداخل إلى مكة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من توزيع غنائم حنين أما الخروج من مكة إلى الجعرانة للإحرام منها فهو ما يفعله العوام وليس بسنة سبعة التأكيد على إباحة سلب المشرك لقاتله ثمانية جواز الاستفادة من أدوات الحرب التي يمتلكها المشركون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعار دروعا من صفوان بن أمية مع ضمانه لها على أن لا يكون في ذلك أي تأثير على صبغة الحرب تسعة جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية عشرة جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى لهم أحد عشر من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالهداية لمن حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف ثقيف ثاني عشر لا يجوز إبطاء مواضي الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما بعد يوم فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذي الكفين وإرسال أبي موسى الأشعري لهدمه سيأتي ذكره في أول الفصل التالي ثالث عشر إن وادي وج هو واد بالطائف ليس بحرم وإن الأحاديث الواردة في أنه حرم ضعيفة الفصل الرابع والعشرون السرايا والأحداث التي وقعت بين غزوتي الطائف وتبوك المبحث الأول سرية الطفيل بن عمر إلى ذي الكفين عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى الطائف بعث الطفيل بن عمر إلى ذي الكفين صنم عمر بن حممه الدوسي ليهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وحرقه وانحدر معه من قومه أربعمائة فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه إليها بأربعة أيام ومعه دبابة ومن جنيق المبحث الثاني إسلام كعب بن زهير عند منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف كان كعب بن زهير بن أبي سلم المزني من الشعراء المخضرمين المرموقين وأبوه زهير بن أبي سلم صاحب إحدى المعلقات السبع المعروفة وكان ممن يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه وروا قصته وقصة أخيه بجير ابن إسحاق والبيهقي بإسناد متصل إليه وفيها أنه خرج مع أخيه بجير حتى أتي أبرق العراف طلب بجير من أخيه كعب أن يبقى في هذا المكان حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع ما يقول فعندما جاء عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم فبلغ ذلك كعبا فأنشد ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم ألف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم ألف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فكتب إليه أخوه بجير يخبره بذلك وينصحه بالنجاء ثم كتب إليه بعد ذلك وأعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد مسلم إلا قبل ذلك منه وطلب منه أن يسلم ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ونظم قصيدته التي يمتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم فأمنه فأنشده قصيدته التي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم عندها لم يفد مكبول وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن كعب بن زهير أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته بانت سعاد في المسجد فلما بلغ قوله إن الرسول لنور يصطدأ به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه إلى الخلق ليأتوا فيسمعوا منه قال الساعات وفي المواهب اللدنية قال أبو بكر ابن الأنباري إنه لما وصل إلى قوله إن الرسول لنور يصطدأ به مهند من سيوف الله مسلول رمى عليه النبي بردة كانت عليه وإن معاوية رضي الله عنه بذل فيها عشرة آلاف فقال كعب ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته أشرين ألف فأخذها منهم قال وهي البردة التي عند السلاطين إلى اليوم المبحث الثالث المصدقون شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعث المصدقين إلى المناطق المختلفة في مطلع المحرم من العام التاسع الهجري فبعث بردة وردة بن الحصيب إلى أسلم وغفار ويقال كعب بن مالك وعباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة ورافع بن مكيث إلى جهينة وعمر بن العاص إلى فزارة والضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب وبسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب ويقال نعيم بن عبد الله النحام العدوي وابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان ورجلا من بني سعد بن هذين إليهم والمهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء وزياد بن لبيد إلى حضر موت وعدي بن حاتم الطائي إلى طي وأسد ومالك بن نويره إلى بني حنضله والزبر قان بن بدر وقيس بن عاصم إلى بني سعد كل منهما على ناحية والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين وعلي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم المبحث الرابع سرية عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر إلى بن العنبر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري إلى بن العنبر من تميم في المحرم سنة تسع من الهجرة في خمسين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري فلما وصلوا إلى مكانهم ورأوهم هربوا وتمكن عيينة وأصحابه من أخذ أحد عشر رجلا ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا فجلبهم إلى المدينة فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسوا في دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم ومنهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس فلما رأتهم النساء والذراري بكوا فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد أخرج إلينا فخرج وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه فوقف معهم ثم مضى فصل الظهر ثم جلس في صحن المسجد فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب فأجابه ثابت بن قيس وفيهم نزل قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيع والأسرى وذكر ابن إسحاق أنهم أردوا بالعتق والفداء وإن لم تشر رواية الواقدي وابن ساعت إلى تفريق السبيع بين رجال السرية وذكر الواقدي أن سبب بعث عيين أن بني تميم أغار على ناس من خزاعة ابن كعب أرادوا أن يؤدوا الصدقة إلى المصدق الذي بعثه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان الكعبي فأخرجوهم من محالهم وتحرشوا بهم وحذرهم الخزاعيون من مغبة هذا التصرف وعاد المصدق وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم خبرهم ويلحظ أن ابن إسحاق ذكر أن عيينة بن حصن كان مع وفد بني تميم وفي هذا إشكال إذ كيف يكون سببا في مجيء الوفد لأنه هو الذي كان على رأس سرية سبي نساء وأطفال بني تميم ثم يكون مع الوفد فلعل ذلك وهم من ابن إسحاق روى ابن إسحاق أنه قبل وصول سبي بن العنبر المدينة قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن علي رقبه من ولد إسماعيل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبي بن العنبر يقدم الآن فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه ولعل هذا ما أشار إليه أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم قال وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ولعل ذلك مما يفيد بأن سبي بن العنبر كان وزع على الغانمين وأن عائشة رضي الله عنها ملكت هذه الجارية بالشراء أو الهبة ثم أعتقتها عندما جاء قومها يطلبونها والله أعلم المبحث الخامس سرية قطبة ابن عامر إلى ناحية تبالة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة أو بيشة قريبا من تربة فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونها قد غيبوا السلاح يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى وصلوا مكان العدو فأغاروا عليهم ليلا ودار قتال عنيف فهزموا المشركين واستاقوا النعم والشاء والنساء وفي الصباح تقاطر جمع الخثعمين وساروا في أثرهم وعندما أدركوهم أتى الله بسيل حال بينهم وبين المسلمين فما قدر رجل واحد منهم أن يمضي حتى نجى المسلمون إلى المدينة لقد اضطربت روايات الواقدي في تعيين تاريخ هذه السرية فمرة ذكر أنها في ربيع الأول سنة ثمان من الهجرة ومرة ثانية قال إنها في صفر سنة تسعة وقال وخبر هذه السرية داخل في سرية شجاع بن وهب أما ابن سعد فقد ذكر أنها في صفر سنة تسع من الهجرة وهذا يعني موافقته الواقدي في روايته الثانية ولهذا السبب رجحنا أن تكون هذه السرية في صفر سنة تسع من الهجرة المبحث السادس سرية الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى القرطاء بطن من بني كلاب قيل إنه في ربيع الأول من العام التاسع الهجري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء عليهم الضحاك ابن سفيان الكلابي ومعه الأصيد ابن سلمة ابن قرط فلقوهم بالزج زج لاوة فدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوهم فهزموهم فلحق الأصيد أباه سلمة فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه فعرقب الأصيد عرق بي فرسه ثم جاء رجل من المسلمين فقتل سلمة المبحث السابع سرية عبد الله ابن حذافة السهم روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطب فجمعوه وأمرهم فأوقدوه ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فدخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فسكن غضبه وطفئت النار فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف والراجح عندي أن أمير هذه السرية هو عبد الله بن حذافة السهمي فقد روى الشيخان وبقية الجماعة أن الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نزلت فيه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية وصرح به في رواية أحمد وابن ماجة وذكر القصة بمثل مضمون رواية البخاري في كتاب الأحكام ومسلم في كتاب الإمارة أما الرواية المرجوحة فهي التي رواها ابن كثير والطبري وفيها أنها نزلت في خالد بن الوليد عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فيها عمار بن ياسر فعندما سمع به ملعدو هرب إلا رجلا واحدا جاء إلى معسكر المسلمين في جنح الليل وسأل عن عمار بن ياسر فدلوه عليه فأخبره أنه مسلم واستفتاه إن كان ذلك ينفع وإلا هرب مع قومه فطلب منه عمار البقى وفي الصباح أغار خالد على مكان العدو فلم يجد إلا هذا الرجل فأخذه وماله فاعترض عمار على هذا الإجراء فتلاحى واستبى ولام الرسول صلى الله عليه وسلم خالدا فاعتذر إلى عمار فأنزل الله تعالى الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الآية وخلصة رأيهما أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء وقد استشكل العلماء وصف أمير هذه السرية بأنه أنصاري لأن ابن حذافة مهاجري ولذا قال ابن حجر ويحتمل الحمل على المعنى الأعم أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة وجنح إلى تعدد القصة لاختلاف سياقي القصة واسم أميرها وأما ابن الجوزي فقال قومه من الأنصار وهم من بعض الرواه وإنما هو سهمي ولعلي أرجح تعليل ابن الجوزي وذكر الواقدي وابن سعد في سببها أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحفشة ترآهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة ابن مجزز في ربيع الآخر من سنة تسع في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحر فلما خاض البحر إليهم هربوا فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل وذكر ابن إسحاق في سببها أن وقاص ابن مجزز كان قد قتل يوم ذي قرد فأراد علقمة ابن مجزز أن يأخذ بثأره فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية ويمكن الجمع بين الأمرين المبحث الثامن من فوائد هذا المقطع واحد إن الحكم في حالة الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع وإن الأمر المطلق لا يعم بالأحوال لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال الأمر بمعصية فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية المبحث التاسع سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس وإسلام عدي بن حاتم الطائي في ربيع الآخر من العام التاسع الهجري أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في خمسين ومئة رجل إلى الفلس صنم طيء ليهدمه فشنوا الغارة على محلة آل حاتم الطائي مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء وهرب عدي إلى الشام روى أحمد والترمذي من حديث سماك بن حرب بإسناد إلى عدي بن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو بعقرب فأخذوا عمته وناسا فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نأ الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك فسألها عن وافدها فقالت عدي بن حاتم فقال الذي فر من الله ورسوله فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزها فأتت ابن أخيها عديا وهو هارب بالشام وأخبرته خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا فأتاه فأسلم فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الشريط الثامن عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية وله بقية على الشريط التاسع عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية المبحث العاشر سرية عكاشة ابن محصن إلى الجناب بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن الأسدي في سرية إلى الجناب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة الفصل الخامس والعشرون غزوة تابوك أو العسرة أصل التسمية تابوك روى مسلم بسنده إلى معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستأتون غدا إن شاء الله عين تابوك وإنكم لم تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها تابوكا قبل أن يأتيها أحد فلا وجه لقول غير هذا التسمية بغزوة العسرة جاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تابوك وعنوان البخاري لهذه الغزوة بقوله باب غزوة تابوك وهي غزوة العسرة وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العسر الشديد في المال والزاد والركائب روى مسلم بسنده إلى أبي هريرة ما وقع للمسلمين في طريق هذه الغزوة من نقص في الزاد حتى مص النوى وشربوا عليه الماء وفي رواية الأخرى أنه مستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في نحر مطاياهم ليأكلوا ودل على هذه الضائقة الاقتصادية الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة تاريخ الغزوة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة في رجب من العام التاسع الهجري بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر سبب الغزوة ذكر الواقدي وابن سعد أن هرقل جمع جموعا من الروم وقبائل العرب الموالية لها فعلم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وذكر العقوبي أن سببه أخذ الثأر لجعفر بن أبي طالب وروا بن عساكر في سبب الخروج إلى تابوك أن اليهود أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن كنت صادقا بأنك نبي فالحق بالشام فإنها أرض المحشر والأنبياء تغريرا بالمسلمين ليخرجوهم من المدينة ويعرضوهم لخطر المواجهة مع الروم وعندما وصل تابوكا نزلت عليه آيات من سورة بني إسرائيل منها وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها تفضح موقف اليهود وأمره الله بالرجوع إلى المدينة حيث الممات والمحشر وقال ابن كثير فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين والذي قاله ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة لما فيهم أهل الكتاب الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السيار الإنفاق في هذه الغزوة حث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة المشتركين فيها ووعد المنفقين بالأجل العظيم من الله فأنفق كل حسب مقدرته وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين ووردت في ذلك عدة أحاديث وآثار منها روى البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان وروا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان رضي الله عنه قال لمحاصريه أيام الدار ألستم تعلمون أنه قال من جهز العسرة فله الجنة فجهزته فصدقوه بما قال وروا من هذا الطريق وبنحوه من خلال الترمذي ولفظه أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معصرون فجهزت ذلك الجيش قالوا نعم ومن طريق آخر من حديث ثمامة ابن حزن أنشودكم الله وبالإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي قالوا اللهم نعم وبلغت هذه المشاركة من عثمان ألف دينار وعندما نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقلبها ويقول مرارا ما ضربن عفان ما عمل بعد اليوم وقيل إن عثمان رضي الله عنه قدم أشياء عينية كالإبل وعدتها وليس هناك ما يمنع ذلك ما دام قد ثبت أن الصحابة قد أقر له بتجهيز جيش العسرة كما هو ظاهر الأحاديث والآثار التي ذكرناها ورؤي أن عبد الرحمن ابن عوف أنفق ألف درهم وهي نصف أمواله لتجهيز جيش العسرة وأن عمر تصدق بمئة أوقية وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء ولذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز من المنافقين فقد جاء أبو عقيل بنصف صاء من تمر وجاء آخر بأكثر منه فلمزوهما قائلين إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية وجاء أبو خيثمه الأنصاري بصاء تمر فلمزوه أيضا ولعله هو المعني أيضا في حديث الطبري في إنفاق ابن عوف وفيه أن رجلا من الأنصار قال وإن عندي صاعين من تمر صاعا لربي وصاعا لعيالي فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء وقالوا أولم يكن الله غنيا عن صاعي هذا فأنزل الله الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الآية وواضح من هذا أنهم يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء ورؤي أن علبة ابن زيد ابن حارثة عندما لم يجد ما يتصدق به جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به اللهم إني أتصدق بإرضي على من ناله من خلقك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أين المتصدق بإرضه البارحة فقام علبة فقال رسول صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك لقد كان علبة ابن زيد واحدا من سبعة رجال من المؤمنين عرفوا بالبكائين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ما يخرجون عليه معه في هذه الغزوة فلم يجد ما يحملهم عليه فتولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وأرسل جماعة من الأشعريين أبا موسى الأشعري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ما يركبونه فكان في لحظة غضب فلم يحصل لهم منه على شيء فعاد إليهم حزينة وبعد قليل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا إلى أبي موسى فجاءه فأعطاه ستة أبعرة اتاعهن من سعد ليركبها مع أصحابه الأشعريين وفي رواية أنه أعطاهم خمسة ذود عندما أتي بنهب إبل وذكرت بعض روايات أنه نزل في البكائين والأشعريين قبله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيضوا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يحسه صادق الإيمان من ألم إذا ما حلت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباته وكان هؤلاء المعوذون وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبر سن أو غيره يسيرون بقلوبهم مع المجاهدين وهم الذين علىهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر موقف المنافقين من غزوة تبوك عندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم النفير ودعا إلى الإنثاق في تجهيز هذه الغزوة أخذ المنافقون في تثبيتهم من ناس قائلين لهم لا تنفروا في الحر فأنزل الله تعالى فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه لتبوك للجد بن قيس يا جد هل لك العام في جلاد بن الأصفر فقال يا رسول الله أوتأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بن الأصفر ألا أصبر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذنت لك ففيه نزلت الآية ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبدين أعذارا كاذبة ليأذن لهم بالتخلف فأذن لهم فعتبه الله بقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبتون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم وعصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمرهم على المسلمين ويأمل في مجيء أبي عامر الفاسق من عند الروم بجيش يغزو المدينة وزعموا أنهم بنوه للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المسيح إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه خداعا للناس ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما أنزل في هذا الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه ثم أحرقه عندما عاد من تبوك ومنعه الله من الصلاة على أمواتهم بعد أن صلى على عبد الله بن أبي بن سلول عقب عودته من تبوك وذلك في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقد تخلف منهم جماعة كما ثبت في حديث كعب بن مالك في قوله فكنت إذا خرجت في الناس أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء وخرج بعضهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل كما سنرى لقد استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج في هذه الغزوة وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وكان تثاقلهم بسبب مجيء وقت جني الثمار وطيب ثمره واشتهاء الظلال لشدة الحر وبعد المسافة ومشقة السفر كما ذكرت الآية لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون وتخلف عن الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين وعدد قليل من الصحابة من أهل الأعذار وثلاثة ممن لم يكن لهم عذر عن الجهاد وسيأتي ذكرهم موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك عندما كشف الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين عن وجهته خلافا لما كان يفعل في مثل هذه الغزوات الكبيرة ليتهيأ المسلمون إلى الجهاد سارع المؤمنون إلى مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه مما شقة ولم تفتنهم طيبات الحياة الدنيا بالمدينة فها هو علي بن أبي طالب لا يرضى أن يخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم في أهله فيلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف ويقول يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وها هو أبو خيثمة الأنصاري وقد سارع إلى حسم الصراع الدائر في نفسه بين البقاء والخروج ثم يؤثر الخروج رغبة فيما عند الله فيما عند الله سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت خائطا لي أي بستانة فرأيت عريشا قد رش بالماء ورأيت زوجتي فقلت ما هذا بإنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمون والحرور وأنا في الظل والنعيم فقمت إلى ماضح لي وتمرات فخرجت فلما طلعت على العسكر فرآني الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فجئت فدعا لي ويروى أن أبا ذر عندما أبطأ عليه بعيره أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشية وعندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله رأى أحد المسلمين رجلا يمشي وحده فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كن أبا ذر فعندما وصل كان هو أبا ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده وعندما أقام أبا ذر بالربذة في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما بأن يغسله ويكفناه إذا مات ثم يضعاه على قارعة الطريق ويطلب الإعانة على دفنه من أول ركب يمر بهما ففعلا ويومها أقبل ابن مسعود في رهط من أهل الأراق عمارة وكادت إبلهم أن تطأ الجنازة وقام إليهم الغلام فقال هذا أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآينونا على دفنه فبكى ابن مسعود وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزله وأصحابه فدفنوه ثم حدثهم حديثة وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة في هذه الغزوة وغيرها كما هو معلوم عدد الصحابة في جيش تبوك تباينت الروايات في ذلك ففي رواية معقل عن كعب بن مالك قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف ولا يجمعهم ديوان حافظ وفي رواية أخرى عنه المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان وقال ابن حجر وللحاكم في الإكليل من حديث معال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفا وبهذا العدد جزم ابن إسحاق وروا الواقدي عن زيد بن ثابت أنهم كانوا ثلاثين ألفا وفي روايات أخرى له وكان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين ألفا ومن الخيل عشرة آلاف ثالث وقد نخل عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا أربعين ألفا وقال ابن حجر في تعليقه على بعض هذه روايات فتحمل رواية معقل عن كعب على إرادة عدد الفرسان وقال أبو زرعة الرازي وكانوا سبعين ألفا وجمع بعض الأئمة بين قوله وقول ابن إسحاق بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع وأن ابن إسحاق عد المتبوع فقط والمشهور والراجح أن جيش تابوك كان ثلاثين ألفا وهو ما اتفق عليه أئمة المغازي والسير ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وليس هناك تعارض مع ما جاء في الصحيح وماه أعلم المتخلفون عن غزوة تابوك لقد تخلف عن غزوة تابوك من غير ذوي الأعذار والمنافقين ثلاثة من خيار الصحابة وهم كاعب بن مالك ومرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي وروا كاعب رضي الله عنه قصته في هذا التخلف في حديث طويل أرواه البخاري ومسلم وغيرهما فقد غلبهم التسويف والميل إلى الرح جاء في حديث البخاري كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيصر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة وطفقت أغضو لكي أتجهز مع المسلمين فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد ولم أقضي من جهازي شيئا ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزل أي فاتوا وهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولما بلغني أنه توجه قافلة حتى حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا سأخرج من سخطه غدا وأستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي ولما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل زاح عني الباطل وأجمعت أن أصدقه فجئته فلما سلمت عليه تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين هديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قلبت عظهرك فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني أي شيء كان الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كان لي من عذر والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقط صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني أي يعتبون عليه أنه لم يعتذر كالآخرين فقلت لهم هل لقي هذا معي أحد فقالوا نعم رجلاني قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت منهما فقالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فذكروا لي رجلين صالحين شهدى بدر لي فيهما أسوة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أي ثلاثة فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تذكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرفها فنبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكئا وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أمنه ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأة الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فلبثت بعد ذلك عشر ليالي حتى كملت لي خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله وقد ضاقت علي نفسي وضهقت علي الأرض بمهر حبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجده وعرفت أنه قد جاء فرج وآذم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون ولما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسنته إياهما ببشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقى الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله قال بل من عند الله فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت يا رسول الله إنما نجاني الصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت وأنزل الله تعالى على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عن من حلف له واعتذر إليه فقبل منه وجاء في حديث كعب هذا أن الذين تخلفوا عن هذه الغزوة كانوا بضعة وثمانين رجل اعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم عن تخلفهم فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله ويتطبق هذا العدد مع ما ذكره الواقدي وقد زاد الواقدي بأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا اثنين وثمانين رجلا من بني غفار وغيرهم وأن عبد الله بن أبي بن سلول ومن تابعه من قومه كانوا من غير هؤلاء وكانوا عددا كثيرا وروا هو وابن سعد وابن إسحاق أن ابن أبي خرج حتى وصل جبل ذباب بالمدينة ومعه خلفاؤه من اليهود والمنافقين فكان يقال ليس عسكر ابن أبي بأقل العسكرين فلما صار رسول صلى الله عليه وسلم تخلف عنه في من تخلف من المنافقين وكل هذا لم يثبت بطرق صحيحة الوجه الثاني يبدأ حالا المسلمون في تبوك قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبة طويلة في تبوك قال فيها أيها الناس أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدى هدى الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمل عمى الضلالة بعد الهدى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما التبع وشر العمى عمى القلب وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية وعندما أخذوه كان يصيد البقر خارج حصنه وهي الهيئة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد أنهم ساجدونه عليها وقد تعجب المسلمون من قباء كان يلبسه أكيدر واستلبه منه خالد وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا فوالذي نفسي بيده لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وفي الصحيح أن أكيدر أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده الحديث بمثل ما عند ابن إسحق والراجح أن حصول الرسول صلى الله عليه وسلم على الحلة كان عن طريق الإهداء كما في الصحيح وليس عن طريق الاستلاب كما ذكر ابن إسحق ويؤيد ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي أنه لما قدم أكيدر أخرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم إنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادفعه إلى عمر الحديث وفي رواية عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطها عمر ليلبسها ولذا كساها عمر لأخ له كان بمكة مشركة وفي رواية عن علي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشقها بين نسائه ويفهم من مجموع هذه الأحاديث أن الحلة التي أهديت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليست واحدة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يلبسون الحرير لأن ذلك محرم بالأحاديث الصحيحة كما هو معروف وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا إلى أكيدر في أربعمائة وعشرين فارسة وإن غنائمه كانت ثمانمائة من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بتبوك جاءته هدية ملك أيلة وهي بغلة بيضاء وكساه بردى وصالحه على الجزية وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية فكتب لهم كتابا فهو عندهم وفي ذات يوم من أيام تبوك تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر لحاجة وعندما انتهى إلى مكان المسلمين كانوا قد قدموا عبد الرحمن بن عوف إماما لهم وشرعوا في الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابن عوف ثم أكمل صلاته ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ذحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل وهو بتبوك وأن هرقل أرسل التنوخي ليتعرف له على بعض علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولو ثبت هذا فيكون إرسال ذحية للمرة الثانية الرجوع إلى المدينة لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم حربا من الأعداء فرجع إلى المدينة منتصرة بعد أن أقام بتبوك أشرين ليلة وفي الطريق أتوا على الحجر من ديار ثمود الذين غضب الله عليهم لأصيانهم أمره بعدم ذبح ناقة نبي الله صالح وعندما سارع الناس إلى دخول مساكن أهل الحجر نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي وعندما نزلوا الحجر استقوا من آبارها وعجنوا من مائها العجين فنهاهم عن ذلك وأمرهم بطرح ذلك العجين للإبل ويهرق ذلك الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وعندما اشتكى المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب إبلهم من الإجهاد دعا الله أن ينشطها فنشطت بهم حتى بلغوا المدينة وحاول جماعة من المنافقين الملثمين أن يطرحوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن راحلته من رأس عقبة بالطريق في عتمة الليل فشار بمؤامرتهم فأمر بإبعادهم عنه فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لتلقيه ومعهم النساء والولائد يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ودب الشكر علينا ما دعا لله داع عزيز المستمع وهذه رواها البخاري وتطالعها في الفتح في الجزء السادس عشر في الصفحة التاسعة والخمسين بعد المائتين حديث رقم ستة وعشرين وأربعمائة وأربعة آلاف وسبعة وعشرين وأربعمائة وأربعة آلاف وتعليقنا أن هذه الأشعار قيلت في ثنية الوداع عند مقدمه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ولم تقل في مقدمه في الهجرة من مكة إلى المدينة والله أعلم وكان أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة أن صلى في مسجده ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم لله وجاءه الثلاثة المخلفون وكان من خبرهم ما سبق ذكره وقفة مع بعض الآيات التي نزلت بمناسبة غزوة تبوك نزول القرآن حول أحداث موقعة تبوك نزلت آيات كثيرة من سورة براءة التوبة حول موضوع هذه الغزوة نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو مسافر وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة وقد اجتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قال الطبري وقد اختلف أهل التأويل في المعني بهذه الآية والسبب الذي من أجله أنزلت فيه فقال بعضهم نزلت في عشرة أنفس كانوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك منهم أبو لبابة فرابط سبعة منهم أنفسهم إلى سوال المسجد عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك توبة منهم من ذنبهم وقال آخرون الذين ربطوا أنفسهم كانوا ثمانية وقال آخرون كانوا سبعة وقال آخرون بل نزلت في أبي لبابة بسبب تخلفه عن تبوك وقال بعضهم عنا بهذه الآية الأعراب وذكر الطبري المرويات في من قال بكل قول من الأقوال المذكورة وكلها روايات لا تقوم بها الحجة حسب دراسة الدكتور السندي في الذهب المسبوك ولذا قال الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه ملج هذا معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك وأن الذين نزل فيهم ذلك جماعة أحدهم أبو لبابة فقد تنين أن هذه الصفة لم تكن إلا لجماعة فاعلت ذلك فيما نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك اثنان قال الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لقد روى الطبري عدة آثار في سبب نزول هذه الآية منها أثر صحيح عن ابن عمر مضمونه أن رجلا قال في مجلس في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال ابن عمر فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك ويقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن أصحنا روي في تفسير هذه الآية أن الذي عفي عنه هو محشي بن حمير الأشجعي وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع معجزات وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم في أحداث تبوك واحد شك الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما برواحلهم من جهد فأمر أن يمروا بها عليه عند مكانا ضيق فأخذ ينفخها ويقول فلما قدمنا الشام وزنا غزوة قبرص في البحر فلما رأينا السفن في البحر وما يدخل فيها أعرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اثنان روى الواقدي عدة آثار عن معجزات وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم ضمن أحداث غزوات تبوك ولكن كلها ضعيفة مثل الحية التي اعترضت سبيل المسلمين في غزوة تبوك ومعجزة نبع الماء من أصابعه ومعجزة تكثير الطعام ثلاثة وكذلك روى السيوطي آثارا عن معجزات وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم وكلها ضعيفة مثل نزول المطر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولقاء إلياس عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وكل هذه المعجزات التي وردت عند الواقدي والسيوطي بأسانيد ضعيفة وقع مثلها بأسانيد صحيحة جاء ذكرها في ثنايا هذا الكتاب اللهم إلا قصة إلياس عليه السلام فهي لم ترد من قبل بإسناد صحيح أو سقيم الأحكام والفوائد والدروس المستنبطة من أحداث غزوة تبوك واحد إن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكريما لأحد أصحابه ودليلا على جواز إمامة المفضول وصلاة الأفضل خلفه اثنان سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة وهم في طريق العودة من تبوك فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن رأس هذا الأمر الشهادة وقوامه الصلاة والزكاة وذروة سنامه الجهاد ثلاثة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والإشاء أربع سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فأجاب بأنها مثل مؤخرة الرحل خمسة أقاما صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة وبهذا استدل العلماء على جواز القصر ما دام المرء في حالة سفر ولم ينوي الإقامة وانظر الفقرة السابعة عشرة بعد قليل ستة ستة قال صلى الله عليه وسلم عن جلد الميتة دباغها طهورها وذلك عندما طلب ماء من بيت بتبوك فأتي له به في قربة من جلد فشرب سبعة أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم ثنية رجل عض ياد رجل آخر فانتزعها بقوة ومعها الثنية ثمانية جواز الهجر أكثر من ثلاث ليال لسبب شرعي كما في أمر رسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعة الذين خلفوا لمدة خمسين ليلة تسعة إن من يمر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا أن يقيم بها بل عليه أن يسرع ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم وأمر به عندما مر بديار ثمود بالحجر وكما فعل في وادي محسر بين منا وعرفة فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه عشر تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له وجوازوا ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبوك أحد عشر إذا استنفر الإمام الناس للجهاد لزمهم النفير جميعا ولا يشترط في وجوب ذلك تعين كل واحد منهم بعينه وهو أحد المواضع الثلاثة التي يصبح فيها الجهاد فرض عين والثاني إذا حضر العدو البلد والثالث إذا حضر بين الصفين ثاني عشر وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس وهذه إحدى روايتي أحمد قال ابن القيم وهو الصواب الذي لا ريب فيه ثالث عشر إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه عندما رأى سخاء بذله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم منقب كبرى لعثمان تضاف إلى مناقبه الأخرى الكثيرة والتي أعظمها البشرى له بالجنة رابع عشر إن العاجز عن الجهاد والذي لا حرج عليه إذا تخلف عنه هو الذي يبذل جهده ويتحقق عجزه كما في حالة الذين جاءوا يسألون الحملان فلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه فرجعوا يبكون لما فاتهم من شرف وأجر الجهاد خامس عشر مشروعية استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والنساء والذرية كما في حالة علي أرضي الله عنه ويكون نائبه من المجاهدين وهي خلافة خاصة أما الاستخلاف العام والخاص بالشؤون الأخرى فكان لمحمد ابن مسلمة سادس عشر لا يجوز شرب ماء آبار ثامد ولا الطبخ منه ولا العجن به ولا الطهارة به ويجوز أن يسقى منه البهائم إلا ما كان من بئر الناقة فيجوز الاستفادة من مائها في كل شيء سابع عشر أقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع وكان ذلك عمل بعض أئمة السلف مثل سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سامرة وهو الصواب كما قال ابن القيم ثامن عشر إن من مراتب الجهاد الأربعة الجهاد بالقلب كما في حال الذين حبسهم العذر وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقوام الحديث والمراتب الأخرى اللسان والمال والبدن كما في الحديث جاهد المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم تاسع عشر جواز إحراق وهدم أمكنة المعصية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار عشرون جواز إخبار الرجل عن تفريته وتقصيره في طاعة الله ورسوله كما في رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك واحد وعشرون جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن ذلك على سبيل الفخر والترفع كما فعل كعب رضي الله عنه الثاني والعشرون إن بيعة العقبة الكبرى كانت من أفضل مشاهد الصحابة حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر الثالث والعشرون لا ينبغي للإمام أو المطاع أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن كعب بتبوك الرابع والعشرون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذين جاءوه يعتذرون له عن تخلفهم الخامس والعشرون إن في سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليلا ظاهرا على أن تلك كانت عادة الصحابة وهو سجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة والنقم المندفعة وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه خبر مقتل مسيلمة الكذاب وسجد علي عندما وجد ذا الثجية مقتولا في الخوارج وهم في هذا يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات لأحداث سارة وقال أبو بكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله سجدا ومن أمثلة ذلك سجوده عندما أته خبر إسلام همدان على يد علي بن أبي طالب السادس والعشرون استحباب الصدقة عند التوبة بما قذر عليه من المال كما جاء في موقف كعب وحواره مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد التصدق بكل ماله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استحب له الثلث فأمسك فقط سهمه الذي بخيبر السابع والعشرون مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب وأنهم يحرزون بذلك دماءهم وأموالهم فقد رأيت أن الروم اختفوا وتفرقوا عن مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل تبوك وجاءه نصار العرب فصالحوه على الجزية الثامن والعشرون إن موقف كعب من رسالة ملك غسان وتعليقه على طلبه فيه صورة رائعة لما ينبغي أن يكون عليه إيمان المسلم بربه تعالى وأن الابتلاء لا بد أن يكشف عن المزيد من الإيمان وشدة الإخلاص التاسع والعشرون لقد وطدت هذه الغزوة سلطان الإسلام في شمال شبه الجزيرة العربية وما هدت لفتوح الشام التي استعد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بإعداد جيش أسامة قبل وفاته بل قبيل وفاته فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه ثم أتبعه أبو بكر بجيوش الفتح الأخرى التي انساحت في بلاد الشام والعراق وكانت بداية تحرير شعوب تلك المناطق من عبودية القيصرية والكسروية الفصل السادس والعشرون الوفود عندما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت قادمت إليه وفود العرب من كل وجه حتى إن سنة تسع كانت تسمى سنة الوفود وقد سبق القول إن أبرز نتائج فتح مكة أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش ولقد ذكر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقي وفودا تقدم تاريخ قدومهم على سنة تسع بل وعلى فتح مكة وهو أمر سترهض ظاهرا عند الوقوف على أخبار الوفود في المصادر المختلفة ومن خلال تناولي لها في هذا الكتاب على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإراد الوفود لم يستقصلها جميعها ولذا استدرك عليهم ابن كثير وذكر ما أهملوه مستفيلا في هذا من المصادر الأخرى التي ضاع معظمها ولكن وجدت منها روايات مبثوثة في كتب الذين جاءوا من بعدهم وقد تكلمنا عن هذا في المباحث الخاصة بمصادر السيرة وبلغ مجموع ما ذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد على الستين وفداء وقد سردهم الشامي في سيرته فزادوا على مئة فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر المشهور منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالحهم وكان ابن سعد صاحب أكبر إسهام في إيراد أخبار تلك الوفود ويعاب عليه على شيخه الواقدي وابن إسحاق إهمال الإسناد إلا نادرة وحتى معظم هذه الأسانيد النادرة لا يخلو من مطعن من حيث ضعف الرجال أو الإرسال وسأشير في كتاب هذا إلى أسماء معظم الوفود التي قدمت على رسول صلى الله عليه وسلم دون الدخول في تفاصيل أخبارها لأن ذلك مما يطول الكلام فيه وقد أفرد له أبو تراب الظاهري كتابا مفيدا وهاكها حاشية ما أفرده أبو تراب الظاهري المرجع نفسه وهو في خمس ومائتي صفحة وذكر فيه أكثر من ستين وفد فالمرجع هو وفود الإسلام وهاكها واحد وفد مزينة قد نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب سنة خمس وكان عددهم أربعمأ وعندما أرادوا الانصراف أمر رسول صلى الله عليه وسلم عمر أن يزودهم فقال عمر ما عندي إلا شيء من تمر ما أظله يقع من القوم موقعا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق فزودهم فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزلة فإذا فيئه من التمر مثل الجمل الأورق فأخذ القوم منه حاجتهم وخرجوا قال النعمان بن مقر أراوي الخبر وكنت في آخر من خرج فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وفد بني تميم أذكر البخاري قدوم هذا الوفد كما حكت سورة الحجرات عنهم من تصرفات مجافية لآداب الاستئذان والمخاطبة حيث آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم بصياحهم له من وراء حجراته طالبين منه أن يخرج إليهم ليفاخروه ولم يستأذنوا عليه وذكر ابن الإسحاق تفاصيل خبر قدومهم وأسماء أفراد وفدهم وما دار بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وشاعره حسان وخطيبه ثابت ابن قيس وشاعرهم الزبرقان ابن بدر وخطيبهم عطارد ابن حاجب وكان قدومهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول السنة التاسعة الهجرية ثلاثة وفد عبد القيس ذكر البخاري أنهم عندما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم رحب بهم قائلا مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبين المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمص وأنهاكم عن أربع من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت والذي يتبين من هذا الحديث كما نبه إلى ذلك ابن حجر أنه كان لعبد القيس وفادتان إحداهما قبل الفتح ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينك كفار مضر وكان ذلك قديم أما في سنة خمس أو قبلها وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها جمعة بعد المدينة كما خبت في حديث آخر رواه البخاري في باب وفد عبد القيس وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجل وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة وكان فيهم الأشج وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناه كما أخرج ذلك مسلم من حديث أبي سعيد انتهى الشريط التاسع عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وله بقية على الشريط العشرين بإذن الله الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العشرون من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية نتابع القراءة في الوفود ونواصل القراءة في وفد عبد القيس روى أبو داود من طريق أم أبان بنت الوازع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا يعني لما قدموا المدينة فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الأشج واسمه المنذر حتى لبس ثوبيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك لخصلتين الحديث وفي حديث هود بن عبد الله بن سعيد العصري أنه سمع جده فريده العصري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلاثة عشر راكبا فبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها وتأخر الأشج في الركاب أو في الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم ثم جاء يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين الحديث والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود وكان عددهم حينئذ أربعين رجلا كما في حديث أبي حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن مندة وكان فيهم الجارود العبدي وقد ذكر ابن إسحاق قصته وأنه كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما لي أرى ألوانكم تغيرت ففيه إشعار بأنه كان رأاهم قبل التغير أربع وفد بني حنيفة روى البخاري من حديث ابن عباس أن مسايلمة الكذاب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في بشر كثير من قومه بني حنيفة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جديد حتى وقف على مسايلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيما رأيت وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني ثم انصرف عنه وقد سأل ابن عباس أبا هريرة عن قوله صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريت فيما أريت فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنس والآخر مسيلمة ونزل مسيلمة الكذاب في دار بنت الحارث وكانت دارها معدة للوفود كما يفهم من رواية البخاري ومن روايات ابن سعد بل يفهم من روايات ابن سعد والواقدي وابن إسحاق أنها كانت تستخدم في حبس الأسرع أما بقية خبر مسيلمة الكذاب عندما كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فانظره في رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء من هذا الكتاب وعند البيهقي والذهبي وأبي تراب حيث جمعوا أخباره من مصادرها المختلفة خمسة وفد نجران ثبت في الصحيح أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه أي يباهلانه فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا وقال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمين ولا تبعث معنا إلا أمين فقال لأبعثنا رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة فخرج معهم أبو عبيدة ليقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه جاء خبر وفد نصارى نجران عند ابن إسحاق وفيه أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وهم حينئذ عشرون رجلا أو قريب من ذلك وأعاد ذكرهم في أخبار الوفود بالمدينة وهم ستون راكبا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وفي الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم إلى العاقب أمير القوم وذي رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح وإلى السيد صاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم وإلى أبي حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وسرد بقية أسماء الأربعة عشر ويفهم من هذا أنهم قدموا مرتين وروا البيهقي والذهبي وابن حجر هذا الخبر نفسه مسندا وموصولا من طريق ابن إسحاق من حديث كرز ابن علقمة وفيه أن أشرافهم كانوا أربعة وعشرين بدلا من أربعة عشر كما في سيرة ابن هشام وقال ابن سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلا من أشرافهم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا فقال إن أنكرتم ما أقول فهلما أباهلكم فانصرفوا على ذلك ولكن السيد والعاقب رجع بعد ذلك وقال لا نلاعنك ولكن نعطيك ما سألت فأسلما وفي مرسل الشعبية عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة وفي زيادة يونس ابن بكير في المغازي بإسناد الله أنه صالحهم على ألفي حلة ألف في رجب وألف في صفر ومع كل حلة أوقية وساق الكتاب الذي كتبه بينهم مطولا في هذه رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالحرب فذعروا واجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على إفاد شرحبيل ابن وداعه الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وصابر بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا وعندما دخلوا المدينة وضعوا ثياب السفر ولبسوا حللا لهم يجرونها وخواتيم الذهب ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام وتكلموا معه طوال النهار فلم يكلمهم بسبب تلك الحال فاستشاروا عثمان وابن عوف لما عرفتهم بهما فطلب رأي علي فأشار بأن يضعوا حللهم تلك وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه ففعلوا فرد سلامهم ثم سألهم وسألوه وطلبوا فيه رأيه في عيسى فطلب إمهاله إلى الغد فنزلت الآيات من التاسعة والخمسين إلى الواحدة والستين من سورة آل إمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم آية المباهلة فأبوا أن يقروا بذلك وفي الغد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وفاطمة للملاعنة وعندها خاف شرحبيل من الهلاك ورأى مع صاحبيه أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم كتابا فيه حكمه عليهم وهو ألف حلة في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة وذكر تمام الشروط ثم أخذوا الكتاب وانصرفوا وعندما دفعوا بالكتاب إلى أسقفهم في نجران وكان معه أخ له من أمه يدعى بشر ابن معاوية وكنيته أبو علقمة فبينما الأسقف يقرأ الكتاب وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته فتعس بشر ويرى أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبيا مرسلا فقال له بشر لا جرم والله لا أحل عنها عقدا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرف وجه ناقته نحو المدينة وحاول الأسقف إرجاعه مبينا أنه قصد من قوله مخادعة العرب مخافة أن يروا أنهم خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أعزوا العرب فلم يقبل منه بشر قولا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات شهيدا في الجهاد ثم إنه بعد ذلك أتى الأسقف ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده يسمعون القرآن ثم عادوا وقد كتب للأسقف وأساقفة نجران بعده كتابا فيه أمان لهم ما أصلحوا ونصحوا وهو ما ذكر مختصرا في الصحيح وثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليهم المغيرة بن شعبة وعندما قدم إليهم سألوه قائلين إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال له إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم ستة وفد الأشعريين ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه عندما بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم باليمن خرجوا مهاجرين إليه ومعهم إخوان له هو أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم وهم في بضعة أو في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومه فركبوا سفينة فألقتهم إلى النجاشي بالحبشة ووافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فطلب منهم جعفر أن يقيموا معهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى هنا وأمرهم بالإقامة فأقاموا معه حتى قدموا جميعا فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لهم سبعة وفد الحمياريين من أهل اليمن ذكر ابن حجر أنه وجد في كتاب الصحابة لابن شاهين من طريق إياس بن عمير الحمياري أنه قدم وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من حمير فقالوا أتيناك لنتفقها في الدين ونسأل عن أول هذا الأمر قال كان الله ليس شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن واستوى على عرشه وهؤلاء الحمياريون هم الذين جاء ذكرهم في الصحيح وذلك عندما جاءت بن تميم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم فقالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بن تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله وكان ذلك في العام التاسع أي عام الوفود ثمانية وفد طيء قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم زيد الخيل الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخير وهو سيدهم فأسلموا وحسن إسلامهم وأقطع الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا أرضا وكتب له كتابا بذلك ومات بالحمى في طريق عودته ولما مات أحرقت زوجته ما كان معه من كتب لجهلها تسعة وفد بني عامر ثبت في الصحيح أن عامر ابن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخيرك بين خصال ثلاث يكون لك أهل السهل ولي أهل المذر أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء فاطعن في بيت امرأة فقال أغده كغدة البعير في بيت امرأة من آل بني فلان إيتوني بفرسي فركب فمات على فرسه وروا أحمد وأبو داود من حديث مطرف ابن عبد الله عن أبيه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وروا الطبراني في الكبير بسنده إلى ابن عباس أن إربد بن قيس ابن جزأ وعامر بن الطفيل قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهي إليه وهو جالس فجلس بين يديه فقال ابن الطفيل يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك للمسلمين وعليك ما عليهم قال عامر أتجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل قال أنا الآن في أعنة خيل أهل نجد اجعل لي الوبر ولك المدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فلما قفى من عنده قال أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك الله وتآمر ابن الطفيل وإربد على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطتهما أن يشغل ابن الطفيل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث فيضربه إربد فيقتله فلا تكون إلا الدية لأن الناس ستكره الحرب ولكن الله عصمه منهما إذ لم يستطع إربد أن يفعل شيئا وأهلك الله عامرا بالغدة وإربدا بالصائقة فأنزل الله فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد إلى قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يعني محمدا و ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الآيات ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من بني عامر عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد وقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم فكانت قصة أهل بئر معونة كما ذكرنا ذلك في مكانه ورؤيا أن عامر بن مالك بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس منه دواء فبعث إليه بعكة من عسل وروا ابن شبه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خمسة وعشرين رجلا من بني جعفر ومن بني أبي بكر فيهم الضحاك بن سفيان الكلابي فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان عليهم واستعمل عامرا على بني جعفر وطلب من الضحاك أن يستوصي خيرا بعامر وهذا يدل على أن عامرا قد وفد أخيرا مسلما ويبدو أن ابن حجر قد رجح أن يكون ملاعب الأسنة في الصحابة عشرة وفد جذام قدم رفاعه ابن زيد الجذامي في عشرة من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن هدنة الحديبية وقبل خيبر فأسلم وحسن إسلامه وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وبعثه إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا حادي عشر وفد بن سعد بن بكر بعث بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وأناخب عيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد بين أصحابه فأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام التي سمع بها وينشده الله أن يصدقه عند ذكر كل فريضة والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه حتى إذا فرغ من ذلك نطق بالشهادتين وأسلم ثم عاد إلى بعيره فانطلق به إلى قومه فأخبرهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام ونبذ الله والعزة فأسلموا جميعا حتى إن ابن عباس رضي الله عنه قال فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح لأن العزة خربها خالد أيام الفتح وتدل قصة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربية حتى جاء ضمام لا ليسأل عنها ولكن جاء ليستوثق منها معددا لها الواحدة تلو الأخرى مما يدل على استيعابه لها قبل مجيئه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني عشر وافد دوس الطفيل بن عمر وقصته روى ابن إسحاق من حديث الطفيل بن عمر الدوسي أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إليه رجال من قريش لأنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا وأرادوا أن يصرفوه عن الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحاولوا إقناعه بشتى الحجج حتى أجمع أن لا يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وحشى أذنيه قطنى ثم أتى المسجد وأقام قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى الله إلا أن يسمع منه بعض قوله فسمع كلاما حسنا ثم قال في نفسه إنه ما دام رجلا لبيبا شاعرا ما يخفى عليه الحسن من القبيح فلماذا لا يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فمكث حتى انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجاءه وحكى له ما حدث من قريش وسمع منه فأعجبه ما قال فأسلم وطلب أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الله ليجعل له آية تكون عونا له على دعوة قومه فكان أن جعل الله له نورا في رأس سوطه وعندما عاد كان أول من أسلم على يديه والده وأمه وأبطأت عليه دوس فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله عليهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم فرجع وأخذ يدعو إلى الإسلام إلى ما بعد غزوة الخندق ثم قدم بمن أسلم من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر وهم نحو سبعين أو ثمانين بيتا من دوس ثم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لهم مع المسلمين فلم يزل مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا فتح مكة طلب أن يبعثه إلى ذي الكفين صنم عمر بن حممة فأحرقه أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا فأصله في الصحيح من رواية البخاري ومسلم ومما يثبت أن الطفيل قد قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ما رواه مسلم من حديث جابر أن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه الحديث ثالث عشر أفود فروة ابن مسيك المرادي روى أهل المغازي والسير في خبر طويل أن فروة ابن مسيك المرادي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كنده ومباعدا لهم فأسلم فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد ابن العاص على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا بعض أهل الحديث ما يثبت هذه الوفادة فقد روا الإمام أحمد والتلمذي بسنديهما إلى فروة ابن مسيك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم قال نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم فلما وليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام الحديث رابع عشر وفد كنده روا ابن إسحاق أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس في وفد كنده في ثمانين راكبا فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم ثياب مطرزة بالحريب فاستنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أسلموا فشقوه فألقوه ثم قال له الأشعث يا رسول الله نحن بن آكل المرار وأنت وأنت ابن آكل المرار فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث حاشية المرار نبت إذا أكلته الإبل ارتفعت مشافرها وتقبضت لمرارته انتهى قال صلى الله عليه وسلم ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث وكانا تاجرين إذا شاعا في العرب فسئلا ممن أنتما قالا نحن بن آكل المرار يعني ينسبان إلى كنده ليعز في تلك البلاد لأن كنده كانوا ملوكا فاعتقدت كنده أن قريشا منهم لقول عباس وربيعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لا نحن بن نضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا فقال لهم الأشعث والله يا معشر كنده لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين وروا طرفا من هذا الحديث بإسناد صحيح الإمام أحمد وابن ماجه وابن شبه وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لا نحن بن نضر إلى آخره خامس عشر وفد زبيد ذكر أهل السير أن عمر بن معدي كرب قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من بني زبيد فأسلم وله قصة في حروب الردة حيث ارتد ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه وقيل إنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم استنادا إلى قوله إنني بالنبي موقنة النفس وإن لم أرى النبي عيانا وقوله إنكم لم نرى النبي فإنا قد تبعنا سبيله إيمانا وكان وفوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع وقيل سنة عشر فيما ذكره ابن إسحاق والواقدي قدوم أعشى بن ماز على النبي صلى الله عليه وسلم وفادة خاصة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له الأعشى واسمه عبد الله الأعور من بني ماز مستجيرا بالرسول صلى الله عليه وسلم لرد امرأته الناشز التي عادت برجل من قومه يدعى مطرف ابن نهشل فنصره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كتب إلى مطرف فدفع مطرف إلى الأعشى زوجته وهذه الوفادة تعتبر وفادة في قضية خاصة كما هو واضح من قصتها سادس عشر وسابع عشر وفد الأزد ثم وفد أهل جرش قدم صرد بن عبد الله الأزدي في وفد من الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبل اليمن ففعل فنزل جرش وهي يومئذ مدينة حصينة وبها قبائل من اليمن وقد انضمت إليهم خفعا فتحصنوا بها عندما سمعوا بمسير المسلمين فحاصرهم أي صرد قريبا من شهر ثم تركهم وعندما بلغ جبلا لهم يقال له كشر ظنوا أنه ول عنهم منهزمة فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه كر عليهم فقتلهم قتلا شديدا وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظران أمره فبينما هما عنده نعي لهما قومهما فسألاه أن يرفع الله عنهم القتل وجاء إلى قومهما فوجد أن ما قاله لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع في الزمان والمكان الذي ذكره لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم وفد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وروا أبو نعيم وأبو موسى المديني من حديث أحمد بن أبي الحواري عن الداراني عن علقمة بن يزيد ابن سويد الأزدي عن أبيه عن جده سويد بن الحارث والعسكري والرشاطي وابن عساكر من وجهين آخرين وأبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم من وجه آخر قال وفدت سابع سبعة من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر خصالا أمرهم بها رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصالا تخلقوا بها في الجاهلية وزادهم الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة خصال فكملت أشرين وهذه الخمسة هي فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون فانصرفوا وقد حفظوا وصيته وكان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد الأزد خباوة بن مالك الأزدي وعرف هذا الوفد بوفد أزد شنوء ولأزد عمان أيضا وفاده على النبي صلى الله عليه وسلم سنشير إليها عند ذكر الوفود إجمالا وفي هذا انظر الشامي في سبل الهدى والرشاد في الجزء السادس الصفحة الثانية بعد الأربعمائة ثامن عشر قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حمير يحمل كتابا منهم فيه إعلان إسلامهم وذلك عند مقدمه من تبوك وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان صاحب ذي رعين ومعافر وهمدان وبعث إليه زرعة ذويزا مالك بن مرى الرهاوي بإسلامهم الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم وجواب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه ما لهم وما عليهم وبالذات أنصبة الزكاة والجزية على من بقي على يهوديته أو نصرانيته وسما لهم من أرسله إليهم معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مره وغيرهم وأميرهم معاذ وأوصى بهم برسله خيرا وكان ذلك في رمضان سنة تسع من الحجرة تاسع عشر قدوم جرير بن عبد الله البجلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد عندما دخل جرير المدينة وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل أن يدخل عليهم المسجد فقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن إلا أن على وجهه مسحة ملك فأسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه وأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ألبسه حلته وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه والظاهر أن إسلامه كان متأخرا عن الفتح فإن الإمام أحمد روى عنه قوله أسلمت بعدما أنزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت وذكر ابن سعد أن إسلام هو إسلام من كان معه في الوفد وعددهم مئة وخمسون رجل كان في العام العاشر في رمضان وهناك روايات أخرى تقول بأن جريرا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مئة رجل من بني بجيلة وبني قشير وقيل وفد في سبعمائة وقيل في خمسمائة عشرون وافد حضر موت وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أحد أقيال حضر موت وكان أبوه من ملوكهم ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه قبل قدومه به وقال يأتيكم بقية أبناء الملوك فلما دخل عليه رحب به وأدنه من نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداء وقال اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده واستعمله على الأقيال من حضر موت وكتب معه ثلاث كتب منها كتاب إلى المهاجر بن أبي أمية وكتاب إلى الأقيال والعياهلة وأقطاعه أرضا وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليريه إياها وكان يسير راجلا ووائل راكبا فشكى معاوية إليه وقال اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده ونودي الصلاة جامعة ليجتمع الناس سرورا بقدوم وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد والعشرون وفد بني المنتفق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيط بن عامر بن المنتفق ومعه صاحب له يدعى نهيك بن عاصم ودخل عليه حين انصرف من صلاة الغدا وقام في الناس خطيبة عندما فرغ من خطبته تقدم إليه بن عامر وقال له يا رسول الله ما عندك من علم الغيب فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه وذلك كله في حديث طويل الثاني والعشرون وفد صداء روى البيهقي بإسناده إلى زياد بن الحارث الصدائي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام وعندما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث جيشا إلى قومه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد الجيش ويأتيه هو بإسلام قومه وطاعتهم ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراده زياد فكتب الصدائي إلى قومه فجاء وفدهم بإسلامهم فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وكتب له كتابا بذلك وأمر له بشيء من صدقاتهم عندما طلب ذلك وكتب له بذلك كتابا آخر وعندما رافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سمع منه قوله في أحد العمال حين اشتكت منه رعيته لا خير في الإمارة لرجل مؤمن وسمع قوله لأحد الناس عندما طالب شيئا من الصدقة من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن عندما سمع زياد هذا كله رد الكتابين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم غيره من أفراد الوفد وعندما شاهد زياد معجزة خروج الماء من إصبع الرسول صلى الله عليه وسلم حكى للرسول صلى الله عليه وسلم خصة بئرهم التي يقل ماءها في الصيف ويكثر في الشتاء فبرك الرسول صلى الله عليه وسلم في سبع حصيات وطلب أن ترمى واحدة في البئر مع ذكر الله ففعلوا فجاشت بالماء صيفا وشتاء حتى لا يرى قعرها وكان مقدم زياد الصدائي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد منصر فيه من الجعرانة الثالث والعشرون وفد ثقيف أرسل الثقيف وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من العام التاسع بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك برئاسة عبد ياليل ابن عمر ومعه ثلاثة من بني مالك واثنان من الأحلاف فأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم وكتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم تأخير أهد من صنمهم ألات لمدة ثلاث سنين مخافة غضب قومهم فرفض ذلك الطلب ولكنه أعفاه من أقيام بذلك وأوكل أمر ذلك إلى أبي سفيان والمغيرة ابن شعبة وطلبوا أعفاه من الصلاة بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود فأبى عليهم ذلك قائلا لا خير في دين الله صلاة فيه واشترطوا إعفاءه من الزكاة والجهاد فوافقهم على ذلك وهو يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا وسألوه أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة وأن ينتبذوا في القرأ وأن يعيد إليهم أبا بكره الثقافي فأبى عليهم هذا كله وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان أصغرهم لكنه كان أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين وعادوا إلى بلادهم بعد أن مكثوا بالمدينة خمسة عشر يوما وعاد معهم أبو سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة ليقوم بهدم اللات وعندما جاء لتنفيذ المهمة اجتمعت النساء حول اللات يبكين حتى أتم المغيرة المهمة وأخذ مال اللات من الذهب والمال والناس يظنون أن اللات ستثأر لنفسها وقد سخر المغيرة من هذا الاعتقاد إذ رمى معوله وركض فقالوا ثأرت الربة فضحك ونصحهم بتوحيد الله ثم عاد لينجز عمله الرابع والعشرون وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه روى البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي عقيل فصد وفادته مع قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه فلما خرجنا وما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه فقال قائل منا يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فلعل لصاحبكم عند الله فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان لأن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها ومنه من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها وإن الله أعطاني دعوة فأختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة ويبدو لي والله أعلم أن وفادة عبد الرحمن كانت مع وفد قومه ثقيف كما هو مذكور في مكانه الخامس والعشرون وافد بكر وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث أو حريث ابن حسان البكري في قضية خاصة وهي إرادته شكوى العلا ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر لم تبينه الرواية وعند مروره بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فطلبت منه أن يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم فحملها معه إلى المدينة وعندما أرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الدهناء حاجزا بين تميم وبكر اعترضت العجوز بحجة أن الدهناء من أرضها فقال حسان إن مثلي ما قال الأول معزى حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لخصمة بل حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لخصمة أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد وفي قصة وفد شيبان عند ابن سعد أن حسانا كان قد حمل هذه المرأة من دياره ديار بني شيبان وليس من الربذة كما في هذه الرواية وفي حديثه أن قدومه كان في الوقت الذي أراد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث عمر بن العاص إلى ذات السلاسل في جماد الثانية من العام الثامن الهجري السادس والعشرون وفادة طارق بن عبد الله وقومه قدم طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه المدينة بعيد الهجرة ومعه جماعة من قومه ليمتاروا من تمرها وعندما دنوا من حيطان المدينة لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفونه وعرض عليهم بيع جملهم بشيء من تمر فوافقوا فأخذه ودخل به المدينة ثم عاد إليهم بالثمن بعد أن ندموا على مفارقته خشية أن لا يعود إليهم وهم لا يعرفون عنه شيئا وطمأنتهم المرأة التي كانت معهم بحجة أن وجهه ليس وجه كذاب وعندما دخلوا المسجد وجدوه يخطب في أمر فضل الصدقة فعرفوه ويبدو أن هذه رواية غير مكتملة فالذي أرجحه أن هدف طارق وجماعته كان الإسلام والبيع والشراء وذلك بدليل أنهم كانوا ضمن المسلمين الذين شهدوا خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن طارق بن عبد الله من رواة حديث فضل الصدقة الذي سمعه يوم ذاك السابع والعشرون ولقوم طارق بن محارب وفادة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر الهجري عام حجة الوداع وكان هدفها الأساس البيعة على الإسلام وكان عددهم عشرة نفر فيهم سواد بن الحارث وابنه خزيمة فأسلموا وقالوا نحن على من وراءنا وكان في الوفد رجل عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان منه ومن قومه من فضاضة أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم بمكة الثامن والعشرون وافد فروة بن عمر الجذامي صاحب بلاد معان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود بن سعد وافدا من قبل فروة بن عمر الجذامي عامل الرومي على معان وبعث معه فروة هدايا منها بغلة بيضاء وفرس وحمار وكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه وصول رسوله بخبر إسلامه وأهدى إليه هدايا وعندما بلغ ملك الروم خبر إسلام فروة أرسل إليه وأمره بالرجوع عن الإسلام فرفض فروة فحبسه ثم صلبه وضرب عنقه التاسع والعشرون وفادة تميم الداري كان تميم الداري نصرانية وقدم المدينة فأسلم وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال الجساسة هي الدابة تكون في الجزائر تجس الأخبار فتأتي بها الدجال فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذلك على منبر وعد ذلك من مناقبه وقال ابن السكن أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم وقال ابن إسحاق قدم المدينة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم الرقم ثلاثون وفد بني أسد ذكر ابن ساعد أنهم قدموا في أول السنة التاسعة وكانوا عشرة منهم ضرار بن الأزور ووابصة بن معبد وطليحة بن خويلد الأسدي وقال رئيسهم حضرمي بن عامر يا رسول الله أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا فنزل فيهم قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين وروى البزار بإسناده إلى ابن عباس قال جاءت بن أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم ونزلت هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا الآية الواحد والثلاثون وفد بني قشير ابن كعب قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع وبعد حني فأسلموا وكان فيهم قرة ابن هبيرة وقد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكساه بردا ووله صدقة قومه وثور ابن عروة وقد أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم قطيعه وكتب له بها كتابة وحيدة ابن معاوية ابن قشير وقد روى البيهقي بإسناده إلى معاوية ابن حيدة القشيري خبرا فيه قدوم معاوية ابن حيدة القشيري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله في النساء والعورة وذكر ابن سعد أن معاوية ابن حيدة ابن معاوية القشيري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وصحبه وسأله عن أشياء وروى عنه أحاديث وطلب منه أخوه مالك ابن حيدة أن يذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول فأسلم وصحبه وسأله عن أشياء وروى عنه أحاديث وطلب منه أخوه مالك ابن حيدة أن يذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق له جيرانه وقال إنهم قد أسلموا الثاني والثلاثون وفد بن الحارث بن كعب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربيع الآخر أو جماد الأولى سنة عشر إلى بن الحارث بن كعب بن جيران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم ونجح خالد في مهمته إذ أسلموا بدعوته بلا قتال ومكث فيهم يعلمهم الإسلام ثم كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم ومعه وفدهم ففعل وعندما جاء وفدهم ثم عاد إلى بلاده أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم عمر بن حزم ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات وكتب له كتابا بذلك لقد روى حديث كتاب رسول إليه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم كثيرون من غير طريق بن إسحاق مالك بن أنص رضي الله عنه والحاكم وابن حبان والبيهقي وقال ابن كثير ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سننه مطولة وأبو داود في كتاب المراسيل وقد ذكرت ذلك بأسانيله وألفاظه في السنن ولا يزال الكلام لابن كثير وقال ابن كثير ورواه أبو داود عن عمر بن عون الواسطي عن عمارة ابن زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن أنس به قال البيهقي وقد روا سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر ابن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة وفي الزكاة والديات وغير ذلك ونقصان عن بعض ما ذكرناه وقد ذكرناه في كتاب السنن السنن الكبرى له في الجزء الرابع صفحة التاسعة والثمانين إلى التسعين وحسنه وقال الذهبي وقد روا سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة في الزكاة ونقص عما ذكرناه في السنن وقال المحقق أخرجه البخاري مختصرا في كتاب الزكاة في الجزء الثاني صفحة الثانية والثلاثين بعد المئة تقسيم باء العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري وقد تكلم الأستاذ محمد عوامة عن إسناد هذا الحديث بما شفى وكفى ونص كلامه كلام محمد عوامة في تحقيقه لمسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز للباغندي في الحاشية الصفحة التاسعة والسبعين والمئة نقول ونص كلامه أي نص كلام محمد عوامة وأما صحته فللعلماء كلام طويل فيها فيميل إلى ضعف إسناده بن حزم في المحلة في الجزء الأول الصفحة الواحدة والثمانين ومواضع أخرى منه والثوري في المجموع في الجزء الثاني الصفحة الثانية والسبعين والعلاء المارديني في الجوهر النقي في الجزء الرابع صفحة السادسة والثمانين إلى التاسعة والثمانين والذهبي في الميزان في الجزء الثاني الصفحة الثانية بعد المائتين ويرى صحته جمهرة من العلماء الإمام مالك حيث رواه في الموطأ مرسلة والتحوي في الجزء الثاني الصفحة 19 بعد الأربعمائة اعتمد طريق قيس بن سعد والحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة 95 بعد 300 وابن حبان حيث رواه في صحيحه انظر موارد الضمآن في الصفحة الثانية بعد المائتين والبيهقي في سننيه الكبرى في الجزء الرابع الصفحة 90 وابن العربي في أحكام القرآن في الجزء الرابع في الصفحة 27 بعد 700 والألف ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على المحلم والرسالة للشافعي المواضع المشار إليها والشيخ محمد يوسف البنوري في شرقه على التلمذي معارف السنن قال فيه في الجزء الخامس الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئة الحديث صحيح وعلى الأقل حسن لذاته وثم تمسلك آخر لبعض العلماء في قبول هذا الكتاب وهو كونه مشهورا متلقا بالقبول نبه إلى هذا ابن حجر في التلخيص الحبير في الجزء الرابع صفحة الثامنة عشر فقال وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة وكأن الحافظة ابن حجر يميل إلى هذا وتصحيح الحديث بالشهرة والتلقي له بالقبول أمر معروف سائغ انظر تقريره والأدلة عليه في خاتمة الأجوبة الفاضلة بتحقيق الشيخ أبي غدة ثم رأيت الحافظة نقل في فتح الباري في الجزء الخامس الصفحة السابعة والأربعين بعد المائتين عن جامع سفيان الثوري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع إلى كتاب عمر بن حزب وعمل به وهذا يدل على شهرة كتابه بين الصحابة رضي الله عنهم واعتمادهم عليه والله أعلم الثالث والثلاثون وفد همدان كان لهمدان وفادتان على النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بمكة قبل بيعة العقبة الأولى وكان وافدهم قيس بن عمر بن مالك الهمداني الأرحبي الذي أعلن إسلامه وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة قومه والهجرة إليهم ولكنهم بعد استجابتهم لطلب الرسول صلى الله عليه وسلم خسروا رتبة عالية في الإسلام ولقبا عظيما ينالوه قوم وهو لقب الأنصار الذي ادخره الله تعالى لأهل المدينة أما المرة الثانية فقد قدم وفد همدان مسلمين على رسول الله عليه وسلم بالمدينة منهم مالك بن نمط وأبو ثور وهو ذو المشعار ومالك بن أيفع وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهمدان كتابا مع ذو المشعار وقد ثبت إسلامهم على يد علي بن أبي طالب كما سيأتي الرابع والثلاثون قدوم الحكم ابن حزن الكلفي التميمي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسعة تسعة وعندما أذن لهم في الدخول على رسول صلى الله عليه وسلم أي الناس قال يا رسول الله أتينك لتدعو لنا بخير فدعا لهم بخير ولبثوا أياما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وشاهدوا الجمعة ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب متوكئا على قوس أو عصى وسمعوه يقول يا أيها الناس إنكم إن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا الخامس والثلاثون وفد عبس وكانوا تسعة رهت منهم ميسره ابن مسروق والحارث ابن الربيع السادس والثلاثون وفد بني فزارة قدموا وفدهم في سنة تسع بعد مرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك وكانوا بضعة عشر رجل فيهم خارجة ابن حصن والحر بن قيس ابن حصن السابع والثلاثون وفد بني مرة قدموا المدينة حين مرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك وهم ثلاثة عشر رجل رأسهم الحارث ابن عوف الثامن والثلاثون وفد بني ثعلبة قدموا عليه حين مرجعه من الجعران سنة ثمان وهم أربعة عشر رجل التاسع والثلاثون وفد بني كلاب قدموا سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجل فيهم لبيد بن ربيع وجبار بن سلم وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بمجهود الضحاك بن سفيان في الدعوة بينهم أربعون وفد بني عقيل ابن كعب وفيهم ربيع بن معاوية ابن خفاجة ومطرف ابن عبد الله فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم الواحد والأربعون وفد جعدة جاء عنهم الرقاد بن عمر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعه الثاني والأربعون وفد بني البكاء وفد منهم سنة تسع ثلاثة نفر معاوية بن ثور وابنه بشر والفجيع بن عبد الله وكتب للفجيع كتابا الثالث والأربعون وافد كنانة هو واثلة بن الأسقع الليثي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما والرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك ثم عاد إلى قومه فلم يتبعوه وأقسم والده ألا يكلمه وآمنت به أخته فجهزته فعاد إلى المدينة ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صار إلى تبوك فلحق به وابعثه الرسول صلى الله عليه وسلم مع خالد ابن الوليد إلى أكيدر دومه الرابع والاربعون وفد بني عبد ابن عدي كان فيهم الحارث ابن اهبان فاسلموا الخامس والاربعون وفد اشجع قدموا عام الخندق وهم مئة رأسهم مسعود ابن رخيلة وقيل قدموا بعد فراغه من بني قريضة وهم سبع مئة فوادعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اسلموا بعد ذلك السادس والاربعون وافدوا باهلة اوفدت باهلة مطرف ابن الكاهن الباهلي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فاسلم واخذ لقومه امانة فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا في فرائض الصدقات ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة فاسلم وكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اسلم من قومه كتابا فيه شرائع الاسلام السابع والأربعون وفد بني سليم قدم منهم قيس بن نسيبة ليسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع فدعاه إلى الإسلام وعاد إلى قومه ووافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبعمائة ويقال ألف فيهم راشد بن عبد ربه فلقوه بقديد وهو في طريقه لفتح مكة فأسلموا وشهدوا معه الفتح وحنينا والطائف وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه رهاطا وفيها عين يقال لها عين الرسول وكان راشد يسدن صنما لبني سليم فرأى يوما ثعلبين يبولان عليه فقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب الثامن والأربعون وفد بني هلال بن عامر كان فيهم عبد عوف بن أسرم فسمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله التاسع والأربعون وفد بني بكر ابن وائل أنهم لما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قس بن ساعدة فقال ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية فوافى عكاظ والناس مجتمعون فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه وكان فيهم بشير بن الخصاصية وعبد الله بن مرثد وحسان بن حوط خمسون وفد تغلب وكانوا ستة عشر رجلا مسلمين ونصارى فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى على أن يقرهم على دينهم على أن لا يصبغ أولادهم في النصرانية وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم الواحد والخمسون وافدة بني العنبر قدمت عليه قيلة بنت مخرمة التميمية ثم من بني العنبر في أولي الإسلام في صحبة الحارث أو حريث ابن حسان الشيبي وافد بني بكر بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وكتب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ولها قصة طويلة عن هجرتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحارث بن حسان ذكرت خلاصتها في وفد بني بكر الثاني والخمسون وفد تجئيب قدم وفدهم سنة تسع أي وفد تجيب وهم ثلاثة عشر رجلا وساقوا معهم صدقات أموالهم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وعطاهم أكثر مما كان يجيز به الوفد الثالث والخمسون وفد خولان وكانوا عشرة وكان قدومهم في شعبان سنة عشر فذكروا أنهم مسلمون وأنهم على من وراء أهم من قومهم وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صنمهم عم أنس فقالوا إن الله أبدلهم به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم سيهدمونه عندما يرجعون وفعلوا ذلك انتهى الشريط العشرون من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية وله بقية على الشريط الواحد والعشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة